السلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب تكونوا كلكم بخير شباب تالت سانمي بما ان الناس بتقول شابتر فايف هو اصحب شابتر في الكامستري اللي هو الارجانيك فاحنا قررنا ان احنا نوري الناس كلها ان الشابتر ده سهل جدا واكتر درجات مضمونة عندنا في الكامستري هو الكل الكامستري مضمونة يعني بالمناسبة فاكررنا ان نزله على اليوتيوب تمام طيب بس في شوية ستيبس يا ريت حضراك تمشي عليها اولا انت موجود عندك الفيديوهات هنا موجودة اللي هي فيديوهات الشرح وان شاء الله ان شاء الله هنزل لكم كمان فيديوهات حل للاسئلة اللي بتقف معاكم في المعاصر وكده هيكون معاك شرح وحل طيب هيجي حاجة تالتة ان انت محتاج تقيس مستويك فهتقيس مستويك من خلال الكوز ده هيكون موجود عندنا على الويب سايت حضراك كل اللي مطالب انك تعمله انك تعمل على الويب سايت اللي هو كامستري سكوات دوت كوم هتخش تعمل تختار ان انت سيرد ساكندري تالت سانوي وتخش تمتحن الكوز كل مرة وهيكون موجود عندك الفايل بتاع الفيديوه بتاع الشرح اللي احنا بنشرح منه والفايل كمان بتاع الهومورك او الواجب اللي احنا هنحله مع بعض هيكون موجود على الويب سايت يبقى دور حاجتين حضراك هتعملهم. جانب ان انت بتتفرج على الفيديو. فانت كده بقيت متطمن جدا من ناحية الورجانيك. وهتشوف بنفسك وهتطبق وهتلاقي ان الموضوع فعلا مفوش اي حاجة. تعالوا بقى يا شباب نبدأ اول لسون عندنا اللي هو لسون وان في شابتر فايف. لسون وان في شابتر فايف ده بيتكلم على ازاي ان في حاجة اسمها اورجانيك. ما انا ده جاي ادرس حاجة جديدة معرفاش. فالمفروض ان اللسون ده يفهمني هي كلمة اورجانيك دي جات منين وايه الحاجات دي وبتاعه. فعشان افهم انا وانت ده ظهر عندي اتنين علما اساسيين. قبل ما نتكلم على العلمة دي هسألك سؤال. مين اللي يجي الاول في الالفابت البي ولا الو? قال لي يا مصر الالفابت ايه بي? يعني البي بتيجي الاول قبل مين? قبل الو. فالعلمة نفس الموضوع. اللي اسمه بالبي الاول بعد كده اللي اسمه بالو. ليه? عشان انا العالم بتاعي اللي انا هتكلم عليه هو عالم اسمه بريزيليس. الاسم ده مش غريب علي انا اسمعته قبل كده. ايه اسمعته قبل كده في تانية سنوي. لما جينا خدنا الترم الاول وقلنا عندنا عالم كده اسمه بريزيليس. الراجل كان منظم. كان بيحب يقسم الحاجة. وسحيتها هم جاي مقسم ايه? قسم الperiodic table لمتالز ونون متالز. وشوية موديفكيشنز حصلت يعني وحطينا حاجة تالتة اللي اسمها ميتولويدز. بريزيليس لسه عنده نفس العادة. وعمل نفس الكلام في تالتة السنوي. هو راجل جاي يقسم. هو راجل منظم. فقام جاي ما قسم الكامستري لجزئين. قسم الكامستري لحاجة اسمها اورجانيك. وقسم الكامستري لحاجة تانية اسمها اين اورجانيك. مستر ده راجل رايق بقى. هو جاي يقسم كل حاجة بالزبط. يعني بريزيليس ده بتاع تأسيم. هو يقسم ايه? زي ما كنا نقسم نلعب كرة وبتاعه. هو الراجل ده بيقسم كل حاجة. فقسم الكمباونت لحاجة اسمها اورجانيك وين اورجانيك. ماشي. اوكي يا بريزيليس. قل لي مين دول? فبريزيليس قال لك بكل بساطة. الارجانيك دول هما اللي بيطلعوا من الليفنج اورجانيزم. بس كده. يعني مين هما الارجانيك كومباونت? الحاجات الارجانيك هي اللي بتيجي من الليفنج اورجانيزم. واشهر حاجتين هما الانيمل والبلانس. وده ما يمنعش ان الهيمان موجود برضو اللي قول بني ادم. طي سألنا بريزيليس يا ترى مين هما الارجانيك? قال لك اللي مش اورجانيك. بس كده ايو. يبقى مين هما الارجانيك? اللي هما ما بيجوش من الليفنج اورجانيزم. طب هيجوا منين? قال لي هيجو من القشرة الارضية. يبقى بريزيليس عمل حاجتين مهمين جدا. ايه هما الحاجتين? ان هو جاب كل بساطة عشان هو راجل من المنظم. فقم جاي مقسم الحاجة. ليه اورجانيك وين اورجانيك? قولي كده يلا? مين هما الارجانيك؟ الارجانيك يا مستر اللي بيجو من الليفينج اورجانيزم. اللي هو زي? البلانس والانيمل. طيب ق Heck 업 المين الين أورجانيك؟ مستر الين أورجانيك اللي ما بيجوش من living organism سوى بيجو من اليرسز كراست اللي هما بيجو من القشرة الأرضي موافق أنا وإنتم موافقين على الكلام ده بريزيليس لم يكتفي بهذا عمل ايه؟ قال لي حط أهم نظرية في حياته النظرية دي اسمها vital force theory بتقول ايه vital force theory دي يا مستر؟ قال لي بتقول أو هي فكرتها هو بيوصف ازاي الورجانيك كومباونس بتتكون فقال لي الورجانيك كومباونس فورمت او الحاجة الراجل قال ايه؟ الورجانيك كومباونس فورمت طب هي فورمت ازاي؟ قال لي فورمت باي زايفكت وفايتال فورس يبقى الورجانيك كومباونس بتتكون ازايك دعم؟ بتتكون بإفكت حاجة اسمها vital force طب هي الفايتال فورس دي موجودة فين يا مستر قال لي الفايتال فورس دي موجودة في السيلز بتاعة الليفينج أورجانيزمز يبقى بكل بساطة الراجل جاء قال لي من الاخر كده هو عارف بيصدق على كلامه اللي هو بيقولك بص يا عم والله يوم بيجو من الليفينج أورجانيزمز طب ازاي قال لك السيل السيل بتاعتك الخلية في حاجة جواه اسمها فيتال فورس بتحسب الفايتال فورس دي تقوم هي اللي مكونا لك الورجانيك كومباونز يبقى الورجانيك كومباونز بتتكون ازاي بتتكون بحاجة اسمها فيتال فورس طب الفايتال فورس دي موجودة فين موجودة في السيلز بتاعت الليفينج أورجانيزمز مش بس كده حط اهم نقطة عنده عارف زي ما جانا وانت كده بعده مثلا ما نكتب جواب او حاجة ونمضي من تحت امضة بريزيليس واهم حاجة هو قالها في الجزء ده ان هو طلع وقال وزي ما تقول كده هو كان بيحاول يقف قدام العالم كله بالكلمة اللي هو قالها دي اللي هو من الاخر انا وانت وكل الدنيا مش هنعرف نوصل لان احنا نحضر اورجانيك كومباونز في المعمل وده ده حد كبير جدا للعالم عشان للعالم ما فيش حاجة بتقف قدامها اما وانت مش تيجي تقول لي مش هتحضره في المعمل لا هحضره طب وريني هو ده اللي عمله بريزيليس ان هو الناس كانت وقفة ضده طب بقولك ايه انا النظرية بتاعتي هحط لك فيها الكلمة دي ولو امت راجل وريني هتحضره ازاي وتحدى العالم كله ساعتها جدا عاد يبقى بريزيليس تحدى العالم كله وقام جاي قايل ان انا الورجانيك كومباونز بتتكون بايفيكت حاجة اسمها ايه فيتال فورس موجودة فين في السيلز وقام جاي كاتب التحدي بتاعه للناس كلها ان هي كانت بي بريبير دين لاب وده تحدي ليه يوليك دلوقتي وهلا احنا هنقدر فعلا نكسر التحدي ده ونعمله ولا مش هنعرف يبقى تعريف الفيطال فورس بيتكون من سري سيكشنز اساسيين واحد اتنين ثلاث يبقى الفيطال فورس سيري بتقولي 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 ان الورجانيك كومباونز بتتكون ازاي بيفيكت حاجة اسمها فين في السيلز وقام جاي كاتب الامضة ان هي كانت بي بريبير دين لاب وده التحدي وخليك فاكر ان ده التحدي بتاع بريزيليس بريزيليس ده خلي بالك كان عام الف تماماة وستة يعني راجل انت بتتكلم في مية امتين متين بتاع مثلا متين خمسة وعشرين متين وثلاثين سنة مثلا الحوار ده يعني تماما اول حاجة عملها بريزيليس ان هو كلاسيفايد الكومباونز لاي وايه الورجانيك كومباونز موجودة فين إكستراكتت فروم الانيمال او البلانز اللي هما اللي هما اللي فين كومباونز فين يا معلم إكستراكتت فروم المنيرال سورز اللي هي الإيرسز كرست اللي هي موجودة في القشرة الارض هي اهم حاجة بعملها الراجل ده اهو أليه في الفيتال فورس سيري قال ان ده رقم واحد موجودة فين يا مستر موجودة ان امضة الراجل ده اكنه ماضي كده ان هي الراجل ده التحدي حطلنا التحدي بتاعنا ان هو محدش يعرف يحضرها فين في اللعبة فانا وانت محدش يعرف يتحدانا يا معلم لا بريزيليس ولا السنوية العامة يعني احنا الاتنين اجمد منهم والله يا مستر هنجيب المجموعة اللي احنا عايزينه هنعمل اللي احنا عايزينه عشان احنا نقدر نعمل كده دي اهم حاجة تحطها في دماغك ان انت تقدر تعدي المرحلة دي وتقدر تعمل اللي انت عايزه ده اول اختبار ديك انت كالوحدك كبني ادم يعني اللي هو انت مسئول عن تصرفاتك فيه فانت قد التحدي وهتعدي الستيب دي وهتعدي الستيبس اللي جاي اللي هتكون اكبر في حياتك ان شاء الله فتعالي نشوف مين الراجل اللي ما عجبوش الكلام ده الراجل اللي ما عجبوش الكلام ده كان اسمه تمام هما بينتقل فولر قالي والله تعالى نكتب هنا بقى وخلاص عشان نقول فولر عملي فولر ما تكلمش فولر ساب الناس هي اللي تتكلم فولر راح وام جاي محضر اول ارجانيك كومباونز في اللاب ايه ده ده مستر داس على بريزيليس ايه هو ده اللي عمله بالزبط فولر ان هو سفل بريزيليس بقول لك ايه كل الكلام اللي انت بتقوله ده ملوش لازمة انا هحضر اول ارجانيك كومباونز في اللاب الراجل ما تكلمش ما قالش حاجة هو راح وره للناس كلها اللي هم بقولوك ايه مش ده ارجانيك اه انت جيبتهم من اين جايبهم من المعمل ايه ده يعني انت دستروي بريزيليس يعني انت دستروي الفايتال فورس سيري ايوة يعني اول حاجة عملها فولر من غير ما يقصد ان هو دستروي بريزيليس دمر بريزيليس بس هو ما دمرش بريزيليس قوي هو دمر نقطة واحدة عند بريزيليس اللي هي الفايتال فورس سيري ان هو دمر نظرية الفايتال فورس وبعدين يا معلم قال لي بعد كده الراجل راح حضر اول ارجانيك كومباونز في الله اللي هو مين قالك اللي هو اسمه يوريا اليوريا دي اللي هي حاجة من المكونات بتاعة اليورين الناس بتاعة الأورجانك هتبقى عارفة اللي مشتوع الأورجانك اليوريا دي هي حاجة أورجانك موجودة جوا الجسم بتاعدي المهم الراجل حضر اليوريا دي ازاي قالك والله راح حضر اليوريا دي من 2 compound مش أورجانك ده دي بقى اللي اكبر راح جاب يعام بكل بساطة راح جاب آمونيا كولورايد وراح جاب سيلفر سيانيت أمونيا مكولورايد أكيد عرف Fضا دي حاجة أورجانيك لا مستر إحنا منستخرجها من الجبال والأرض والكصص دي كلها فالراجل ده إن أورجانيك والراجل ده إن أورجانيك قال لي هامستر وبعدين كوكو إيه كوكو دي يعني القريبين مع بعض والبعاد مع بعض فالقريبين مع بعض طلعنا AGCL والبعاد مع بعض طلعنا NH4CNO فسألنا الناس هل هو ده اليوريا قالوا لي لا ده اسمه أمونيوم سيانيت يعني ده مش اليوريا قال لي ما أنا خدت الأمونيوم سيانيت ده اللي هو NH4CNO وقمت جاير هو يحمي سخانه طب لما سخنت وإيه اللي يا مستر اللي حصل طلع لي اليوريا طب اليوريا دي طلعت ازاي هتقوله ورايا بقى ايه يا مستر اللي طلع طلع عندي C double point O NH2 NH2 قول بقى يمعلك كده معي اليوريا دي ازاي C double point O NH2 NH2 قولي يلا C double point O NH2 NH2 وتبقى هي دي اليوريا فقل لانت هو ازاي عمل الموضوع ده Because he prepared يوريا in lab عشان هو حضر اليوريا in lab طب ما تشرح للراجل اللي هو قدامك ده باستفادة اليوريا دي قوله ان هي organic compounds عشان هو يبقى فاهم بس كده يبقى لما يجيلك جابريزون ويقولك فولر ديسترويز بريزيلياس ازاي فولر دمر بريزيلياس او دمر الفايتال فورس سيري because فولر prepared يوريا which is organic compounds in lab حضر اليوريا اللي هي organic فين في الاب عايز تشرح للناس اكتر ان انت كنت اعاد مع فولر حتى في المعمل قوله خلي بالك ده يا عم مش بس حضر اليوريا ده حضر اليوريا من حاجات in organic راح جاب امونيوم كولوريت وراح جاب سيلفر سيانيت عمل لهم reaction طلعوا له الامونيوم سيانيت عم جاي اخذ الامونيوم سيانيت سخنوا طلع له اليوريا اوصف له ويكتب له الاكوائشن وره له انك فاهم وده اللي احنا بنعمله في اي give reason في الكامستري ان احنا بنقول كل حاجة احنا عارفينها ولو في تدل على اللي احنا بنقوله بنكتبها من غير ما هو يقول لي ودي حاجة مهمة لازم تكون عارفة وبكده نكون انا وانت حضرنا اول organic compound انلابه خلي بالك على قد ما انت مبسوط دلوقتي وفرحان ان انت كسبت التحدي بسبب بس انت هتاخد الorganic كله بسبب ده يعني ايه يعني قبل ما يظهر مكنش في حاجة اسمها organic مكنش في حاجة اسمها اللي انا وانت هندرسه بقى دلوقتي وازاي نسمي وازاي نعمل والقصص دي مكانش موجودة ليه عشان هي حاجة بتيجي من جوا بس ما بيجيش من حتة تاني لكن هي دلوقتي بتيجي منين من المعمل فانا وانت بقى قبنا جايين داخلين المعمل كل حاجة كنا خايفين نعملها عملناها ليه انا كنت مصدق ان انا ما بعرفش لحد ما حد غيري عملها وده اللي بيحصل بصناعة عامة برضو بالمناسبة هو الناس كلها كانت نصدقها ان هي مش تعرف تحضر organic compound في اللاب بسبب بريزيليس بس بعد ما فولر عمل كده كل الناس لبست البلاطي بتاعتها وجاريت على المعمل راحوا قاعدوا يحضروا لايه الorganic compounds فقعدنا نحضر organic compounds لا عدد ديها بقى هنتكلم انا وانت في عددها يا 1820 بعدوا بعد ٓ٨ سنة وقاعد مجي قام جاي عمل وهي Particularly في عدد جيد احكى لنا ازاي الله ما خليك معها الناس بتسآل because He prepared EURIA من الERE وادي الري أبود لي four environment اللي هي موجودة في الارين الا التالي في المعمل zt ازاي وب هيتنج اكوى الصيليوشن We've two in organic compounds جاب two in organic compounds عمل لهم مع بعض عمل لهم مين هما؟ أمونيوم كلوراي وسيلفر سيانيت ودي الرياكشن بتاعيتنا سي دابل بوند او ان اتش تو ان اتش تو اخد بالك ان انا كاتب ان اتش تو ان اتش تو يعني كاتب الاتشات عالطرف صح؟ هتكلم انا وانت كمان شوية في الموضوع ده بس خليك فاكر الحتة دي دي كانت بقى هي من الاخر كده نقطة البداية اما خلاص الحاجز اللي بيني وبين المعمل الكسر ما انا كنت عاد في البيت يعيني بعيد مش عارف احضر ارجانيك كومباونز في اللاب لا اسحى كده ده فولر راح عمل ارجانيك كومباونز في اللاب فتعالى بقى نطلع عين الناس بقى بعد كده العلمة حضروا الف حاجة في المعمل وقت طبعا من الف قعدوا بقى حضرورنا مسحي الغسيلي حضرورنا ميديسنز ادوية اللي هي اللي بنقول عليها الدروجز حضرولنا البلاستيك حضرولنا الصواني اللي احنا بنعمل فيها البدع ما قلو كل حاجة انت ممكن تتخذ خراطين مية كل حاجة تمام فبيقولك ان ديفرانس فيل زي ديترجان دروجز دروجز اللي هي الادوية بلاستيك اند انسيكتي سايدز مبيدات حشرية اكسنترا وما لا نهاية بقى وحاجات تانية بدهبال يعني فحصلت عندنا مشكلة اولاك كده في دماغنا ايه اللاج اللي حصل ان انا وانت عشان نتعرف على الاورجانيك كومباون زمان كنا بنسأل هو جاي منين زي مسلا حد مسلا اللي هو يقولك اه مسلا الراجل ده جاي مسلا من محافظة كذا او من محافظة كذا او من كذا او من كذا دلوقتي احنا مبيناش نسأل على الموضوع ده من كتر معددنا زاد افرش معاي انت جاي من ايه افرش معاي انت عامل ازاي دلوقتي انت بتفيدني في ايه فهو ده اللي حصل بالزبط في الاورجانيك الاورجانيك زمان اي حد حاجة اورجانيك والله جبنا زايميز انزايم ده انزايم ده حاجة اورجانيك والله اه ده طالع من مسلا المعدة والله رحنا جبنا مسلا اه والله دي جاية مش عارفة منين رحنا جبنا مش عارف ايه دي جاية منين فكنا بنكتلم على الحاجة واصلها هي جاية منين هي طالعة منين بس لما الموضوع ما بقاش فيه منين بمعنى ان هي والله مش لازم الزايميز انزايم دلوقتي يجي مثلا من المعدة اللي انا ممكن اعمله في المعمل فما بقيناش نسأل هو جاي منين؟ أما اللي بقينا نسأل عليه؟ بقينا نسأل هو متركب ازاي؟ هو شكله عامل ازاي؟ هو متوصل ازاي ببعض اللي احنا بنقول عليه، تركيبه؟ هو شكله عامل ازاي؟ هو بيكون من ايه؟ بيكون مسلا من использовать obtained Canon hydrogen carbon hydrogen 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 بقينا بنسأل الحاجة متركبه ازاي؟ ما بقيناش نسأل حاجة جايه من من كتر ما العدد زاد. فبقينا نقول ان الارجانيك كومباونز او الارجانيك ماتيريالز نون اكوردنج تو زير استركشن. بقينا نعرفهم اكوردنج لستركشن هم متركبين ازاي? مش هم جايين من اين? ليه? هي بقت متحضرة في المعمل. فانت عمرك ما هتعرف هي جاية من اين? انا عملها في المعمل. هي جاية من اين? ما عرفش انا جاية من المعمل من جوه انا مش عارف نتها من اين يا? هي من المعمل. تمام? فهي من المعمل دي انت ما عرفتش مين ده? فلازم تقولي هو بيتكون من اين? خلاص بقى هي متتكونش في انا بحضرها انا وانت فين? في المعمل. اش معنى? اش معنى? اش معنى هم اركزوا على الارجانيك ده هو عبارة عن سي. يعني يا مستر يعني عشان اقول ان اللي قدامي ده ارجانيك فاللي قدامي ده لازم يكون فيه سي. من الاخر كده اي حاجة عشان تكون ارجانيك لازم يكون فيها سي. بس مش اي حاجة فيها سي بتكون ارجانيك. ليه? قليها بص عشان ما وجعش قلبك. هم ستة بيني وبينك يعني. والله يا مستر لو انت عندك سي او تو اللي هو كاربون دايكسايد. او عندك سي او اللي هو كاربون مونوكسايد. او لو انت عندك سي او سي او سي او سي او سي او سي بايكاربونيت وكاربونيت. الستة دول فيهم سي. بس الستة دول فيهم سي بس مش ارجانيك. اي حاجة تانية فيها سي هي ارجانيك. يعني كامسر? الستة دول عندهم كاربون. بس الستة دول الكاربون اللي موجود فيهم هم مش ارجانيك. يعني دول ستة مش ارجانيك. اي حاجة تانية هي كده قدامك هيبقى فيها سي فهي ارجانيك. انا كتبتلك حاجة انت ولا تعرفها. الراجل ده فيه C صح؟ واحد من الستة دول لا يبقى راجل ده أورجانيك كتبتلك CO2 CO2 واحد من الستة اه واحد من الستة يبقى هو مش أورجانيك يبقى اي حاجة هيكون فيها C معدل الستة دول هم أورجانيك يبقى خلينا انا وانت متفقين دلوقتي لازم عشان اقول ان الحاجة اللي قدامي أورجانيك لازم يكون فيها ايه؟ C بس مش كل حاجة فيها C تكون أورجانيك بسبب مين؟ بسبب الستة اللي موجودين هنا طيب يبقى خلي بالك من الايه؟ الشفت اللي انا عملته ده اي حاجة أورجانيك لازم يكون فيها C بس مش كل اللي عنده C أورجانيك تمام؟ يبقى انا عندي مش كل اللي عنده C فيه أورجانيك عشان انا عندي ستة ايه؟ زي اللي موجودين على البورد الدول تعالي نتكلم على نقطة مهمة تانية دلوقتي انا وانت لما نيجي نتكلم على الهجانيك كومباونز نركز على دراسة اله واله يا مستر احنا ما بنقولش اله بس انا هقوللك اله ليه عشان ايه الهجانيك كومباونز بنسبة 99.9% بيكون فيه هو 100% فيه بنسبة 9.9% بيكون فيه فعشان كده احنا بنركز على دراسة اله واله تمام فهم دول بالنسبة لينا و имا و انت هم الهجاني فخلاص كده جمعا انا و انت اتفقنا ان اي حاجة هيكون فيها فهيها الهجانيك و ما فيهاش سي يبقى هي مش اورجانيك بالنسبة لي طبعا الان اورجانيك كامستري اللي انا وانت اخدناه السنة اللي فاتت اللي هو الperiodic table اللي هما الـ 118 element بتاعنا هما دول الان اورجانيك بيركز على دراستهم بيقولك الـ elements دي اللي هما بتوع الperiodic table لما عملوا مع بعض لما قعدت بص خدت الـ N-E مع الـ CL والـ N-E مع الـ F بص شقلبت الدنيا وصلت ان انا عملت من الاخر نص مليون هاف مليون دول ان اورجانيك طبعا مستر لما احنا فتحنا الباب للعلمة ودخلناهم المعمل وخلناهم يبدأوا يعملوا اورجانيك يا طرع طلعوا بكام كومباون بيقولك over 10 مليون ايه over 10 مليون اكتر من 10 مليون اورجانيك كومباون يا لهوة مستر ايه ده يعني انا في قولة سنة وتانية سنة كلها كنا قاعدين نحكي في بتاع نص مليون كومباون وفي شابتر 5 الناس عملوا 10 مليون كومباون بس تخيل طبعا احنا احنا اكيد مش هناخد العشرة مليون احنا هناخد كشور عن الارجانيك السنة دي فالناس الحلو عملوا كام كومباون 10 مليون كومباون هتضره 10 مليون كومباون فيما عمل بيقولك ريشيو قوية جدا لو جبت ريشيو ما بين الارجانيك وتطلع والرشيو دي بيجسل عليها كتير قوي في الامتحانات يقولك واتزا ريشيو ما تقولي كده الشيو ما بين الارجانيك ليلين ارجانيك كام طب انت عندك كام ارجانيك كومباون عندي 10 مليون عندك كان 10 مليون طب ليه يعني هنا مستر نص مليون وهنا 10 مليون قالك يا عم الموضوع كله يرجع للكاربون يرجع ل Skills ليه؟ ما هو الارجانيك يعني يا ارجانيك يا مستر يعني كاربون بالنسبة له فاكيد القصة كلها هنا في الكاربو انا بص انا هرسم انا وانت حاجة بسيطة وانت هتقولي انا هروح اجيب اتنين سي اتنين بس تمام واشوف انا هعمل بيهم كم حاجة ادي واحد وادي اتنين تمام ادي اللي اتنين سي وجبت كمان اتنين سي وجبت كمان اتنين سي تمام بص يا سي دي كم سي دول اتنين كم سي دول اتنين يبقى انا جبت اتنين سي بس بص انا عملت بيهم كم حاجة واحد اتنين تلاتة دي حاجة اسمها اي سين مش عارف ايه دي اي سين اي ساين كلهم بتكونوا من كم كاربون اتنين اتنين عملت بيهم كم واحدة واحة اتنين تلاتة يبقى السبب في موضوع ان الارجانك كمباونز كان عددها كبير الكاربون ليه يا مستر عشان الكاربون عندها heapility عالية ان هي ترتبط مع بعض الطرق كتير بمعنى الكاربون ممكن ترتبط مع بعض بكذا نوع من البونز ده اول حاجة اول حاجة ممكن البونز ما بين الكاربون تكون single او ممكن البونز تكون double او ممكن البونز تكون triple يبقى ديه اول ميزة عند الكربون ان الكربون بتقدر تمسك في بعض بطرق كتير زي البونز ممكن البونز تكون سنجل او دابل او مش بس كده ده ممكن الكربون تعمل حاجة تانية ان هي مش بس بتكون بتمسك مع بعض بديفرن تايب ده عندها ميسوز كتير بمعنى انا هروح اجيب ستة كربون بص الستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الحاجات الفاضية دي انا اتشاد بس انا مش كاتبها ماشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والستة اقومتجها حطيطها هنا بص بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كام كربون دول دول ستة ودول ستة ودول ستة ده اسمو هيكسان ده اسمو سريمي سايل بنتان ده اسمو سايكلو هيكسان دول تلاتة غير بعض وهم هم نفس الستة عارب زي عمنا زي ايه زي البازلز لو تخيل كده انا اديتكو بازلز تمام اديتك انت مسلا مية قطعة بابلز بازل مش بابلز ماشي مية قطعة بابلز مكعبات تمام خدت انت بقى المكعبات سيبك من البازلز خلاص خدت انت المكعبات تمام وقمت جاي قعدت تعمل مكعبات وعملت بيوت ومش عارفة ايه وبتاعه 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 والله اديتهم لوحد صاحبك ما عملش بيت عمل بيهم عربية واحد صاحبك تاني عمل بيهم طربيزة هم هم نفس المية بس كل واحد طلع شكل غير التاني هم هم نفس الستة عملت بيهم اكتر من حاجة ده بسبب ايه بسبب ان الكربون فليكسبل تلعب معك زي ما انت عايز عارف اللي هوك انك تلعب بليستيشن زي ميسي كده عايز تلعبه مهاجم لعبه عايز تلعبه انج لعبه عايز تلعبه في اي حتة لعبه تمام مش لازم ميسي عادي كريستيانو برضو حلو يا جده عشان الناس ما ازعلش كلهم لعيبة كويسة ايه فحط في اي حتة هتلاقي بيالعب هيا الكربون كده فليكسبل عايز تمسكني بدبل بوند امسك يعني زي ما كنا رسمين بسنجل ماشي عايز تريبل بوند ماشي عايز تخلينا نمسك في بعض بطريقة اسمها ستريت يعني نمسك مع بعض كلنا ستريت تمام حاجة مقفولة اوكي عايز خلينا نمسك مع بعض على شكل حاجة اسمها برانش فرع مش دي كده اكنها طريق وده الطريق فرعي يعني يعني ده الطريق الرئيسي هو واكننا فتحنا طريق تاني اللي هو زي مسلا لما اجرسم لك ده الطريق الرئيسي وعملنا فتحة في الطريق الرئيسي مسلا بالمنظر ده تمام اللي هو كده مسلا عشان الناس تتخيق والطريق التاني ايه مكملهم فممكن ده ده بنقول عليه فرع وده الطريق الايه الرئيسي بتاعنا ده البرانش وده ايه المين رود فانا هنا دي اسمها برانش تمام فرع زي فرع الشجرة حتى شبه الرسمة دي فرع الشجرة برضو تصدق عشان كده اسمها برانش في الرسم اللي هنا اسمها برانش لكن الطريق اللي هنا هو مكمل على طول تبينقول عليه ستريت انما الطريق اللي هنا هو لافف سايكليك ولافف قافل على بعضه يعني يكنك عامل طريق بالمنظر ده كده اللي هو بتخلي الناس ايه تمشي جوه دايرة او حلقة مقفولة زي الناس اللي بتعمل دريفتس بالعربية او الدريفتات اللي هي بتبعها مسابقات ريدبل والكصص دي كلها فانا كده عندي كربون جوكر ممكن الكربون تمسك مع بعض بطرق كتيرة ممكن تمسك مع بعض بالبونس تكون سينجل او ممكن تمسك مع بعض ان البونس تكون دبل او ممكن تمسك مع بعض ان البونس تكون تريبل ده نوع وده نوع وده نوع ثالث او ممكن تمسك مع بعض بشكل ستريت او ممكن تمسك مع بعض على شكل برانش او ممكن تمسك مع بعض على شكل سايكليك او عتنسى الطرق عندك طريق ماشي على طول طريق فيه طريق فرعي عندك طريق تاني بقول لك يا معلم جالي جيفريزون وقال لي جيفريزون فور ان انت دلوقتي الارجانيك كومباونز عددهم كبير قوي بسبب مين ما تقول لانت بسبب مين هو مين السبب مين اللي عمل كده اللي عمل كده مستر الكاربون ليه الكاربون فليكسابل بس ما تقوليش الكاربون فليكسابل طب هي فليكسابل ازاي الكاربون تقدر يا مستر تمسك مع بعض ممكن يمسكوا في بعض بطرق مختلف زي ممكن يمسكوا مع بعض بأنواع مختلفة من البونز ممكن يمسكوا مع بعض بمثوز كتيرة زي الستريت والبرانش والسايكليك يبقى هم حاكتين أساسيين للكاربو إن الكاربو ممكن تعمل ودفرانت ميسود قول معايا مين هي مين هي او سايكليك تعال نروح أنا وانت ونشوف الكلام ده مع بعض بنقول هنا شباب لازم كلهم يكون فيهم كاربون زي الميسان بص بقى اللي جاي مش كل اللي فيهم كاربون يعتبر اورجانيك ليه such as الكاربون اوكسايد تفاكرها CO2 وCO او البيكاربونيت H2 HCO3 او السيانيت CNO او السيانيد الـ CN او الكاربونيت اللي هي CO3 كنتين كاربون بتنط اورجانيك يبقى اي حاجة فيها عدس ستة اورجانيك طيب بقى اللي احنا عارفنا اللي هما 111 اللي المنهج قديم شوية احنا وصلنا ان هما بقوا 100 و 18 عشان كده انما الان اورجانيك اجد عن يعني والرشي مهمة جدا بيقولك هنا اي سبب ان الريشي تكون كبيرة كده واي سبب ان الارجانيك كمبونيت يكونوا كتير بسبب الاتي ديوتو مين ها مين السبب الكاربون يبقى ايه هي حاجتين ديفرانت ميسود و ديفرانت بونز ديفرانت بونز زي سنجل و دابل و تريبل ديفرانت ميسود زي ستريت و برانشد و سايكليك شين وده بيكون شكلهم ستريت و برانشد و سايكليك و سايكليك حيلا بيقولك ايه الفرق بين دي وبين دي لو انت بصيت معايا كده ان هنا كل الكورنرز اللي موجودة عندك هي بتتكون من سي فتحس ان الموضوع عامل زي الهوم بمعنى ايه هو انت ما تدخل البيت بتلاقي حد مش عارفهم بابا و ماما و اختي و اخويا مفيش حد تالت في البيت يعني هم دول انا عارفهم مش هلاقي حد غريب فهي نفس القصة الكربون هنا كل الناس اللي هي شايفها هي عارفاهم انا كربون و انت كربون كلنا كربون فعشان كيه بنقول على هومو سايكليك جان كلمة هوم يعني اه ماشي الدنيا معايا ماشي يعني خليك كده راجل ايه هنا لما جينا دخلنا لقينا ان في كورنر مفهوش سي لقينا في كورنر في ايه ان لا ده مش هوم و ده مش الهوم ده مش بيت يا مستر فسميناه هيترو سايكليك يبقى انا عندي نوعين من هيترو سايكليك يبقى انا عندي نوعين من هيترو سايكليك يعني ايه هومو سايكليك يعني كل الكورنرز فيها كربون كلنا عارفين بقى و كربون مش اي حاجة ثانية يبقى هومو سايكليك كل الكورنرز فيها ايه؟ كاربون طب ماليا مستر الهيترو سايكليك دي معناها ايه؟ معناها ان كل الكورنرز فيها كاربون معادة كورنر او اتنين فيهم حاجة تانية زي ايه؟ اي حاجة بقى ان او اتش اي حاجة يبقى مستر عندي نوعين دلوقتي من السايكليك ممكن تكون هومو سايكليك ممكن تكون هيترو سايكليك هومو سايكليك معناها ان كلنا عارفين بعض كلنا كاربون انا حالتانية مش كلنا كاربون موجودا عني الهوموسايكليك كومبونس هي او سايكليك اوديك كومبونس كل الكورنر فيها كاربون طب ما مال الهيترو سايكليك لا يا مستر هي سايكليك اولو بتاعت الريك فيها كاربون بس مع حاجة تانية يبقى فيها كاربون بكده نكون عارفنا الهوموس 부분 تعالوا نفتكر حاجة بسيطة كده من تانية سنوي اللي هي كان اسمها Hyperdization تمام؟ واسمها Hyperdization يا مستر تمام؟ ده كان موقف كده حصل في اسمها عليها السنفل المهم ايه اللي بيحصل في ال Hyperdization؟ قال لي ال Hyperdization كان لو تفتكر كان بيوصلنا بعد كده لل Valence Ponds Series وشوية Series بعدها تمام؟ بس انا عايز نفتكر حاجة بسيطة ان احنا كان عندنا نوعين من البونز لو تفتكر كان Sigma وكان Bi تمام؟ وساعتها كنا بنقول ايه؟ بنقول عشان تعمل Sigma Bonds كان حاجة اسمها Overlaping بتحصل والOverlaping ما بين الOrbitals كان بيحصل Head by Head لو فاكر الكويلانت بوند كان فيه Series كتير قوي بتوصفها خلي بالك انت كتبت تاخد الكلام ده زي دلوقتي السنة اللي فاتت كانت Series كتير بتوصف الكويلانت بوند كان منها نظرية لويس اللي هي كانت Octotroul والValence Ponds Series وVisper Series وكان بقى جواهم Hyperdization والMOT اللي هي الMolecular Orbiter Series والقصص دي كلها المهم انا وانت عايزين نفتكر الكويلانت بوند كانت بتتكون كان فيه منها تلات انواع اساسيين تمام؟ اللي هو بالنسبة للسنة دي ان الكويلانت ممكن تكون تبقى Single او الكويلانت بوند تبقى Double او الكويلانت بوند تبقى Triple تمام؟ ولو فاكر كنا بنقول ان لو البوند بتاعتي Single فكان بيبقى اسمها Sigma ولو كانت Double فهي كانت بتتكون من واحدة اسمها باي وواحدة اسمها Sigma ولو فاكر Triple لازم تبقى فاكر كنا بنقول ايه؟ باي باي Sigma يعني ايه باي باي Sigma؟ يعني باي وباي وسيجما طيب مستر ممكن تحكيلي الموضوع ده بيحصل ازاي هحكيلك Sigma دي كانت بتتكون لما كانت الأوربيتلز بتعمل Overlapping حاجة اسمها Head by Head تمام؟ لو كان ده الأوربيتل ولو كان ده الأوربيتل التاني كانوا بيعملوا Overlapping Head by Head كانوا بيدخلوا مع بعض Head by Head ولو فاكر ال Head by Head كنا بنقول ان هو قوي كان بيخليها تبقى قوية او التداخل كان بيحصل لو تفتكر Side by Side يعني مش حلوى قوي مش حلوى الرسمس مش مشكلة كان يحصل ايه؟ Side by Side ولو فاكر كنا بنقول Side by Side ده كان بيحصل مع الPY والPZ ما علينا كانوا بيدخلوا مع بعض الأوربلابنج يبقى Side by Side وساعتها هنا ان Side by Side الأوربلابنج فيه كان بيكون Weak فلو حضرتك الأوربلابنج كان بيحصل Head by Head لو تفتكر البوند اللي كانت بتتكون كانت بتكون نوعها Sigma ولو الأوربلابنج حصل Side by Side فكان البوند اللي بتتكون كان بيبقى اسمها باي بوند تمام؟ وانا وانت بقى كان عندنا موضوع كبير ونعرف القصص دي بس السنة دي انا مش عايز اعرف حاجة غير القصة دي ان انا لو انا البوند بتاعتي Sigma فكان الأوربلابنج بيبقى Head by Head كانوا بيدخلوا مع بعض Head by Head فسيجما دي كانت بتكون Strong انما لو كان الأوربلابنج Side by Side فمعنى كده ان البوند بتاعتي بتكون Weak وبتكون By Bond فانا وانت عايزين نفتكر الحوار ده كله في حاجة واحدة فاكر كنا بنقول S-S-S السنة اللي فاتت في كريم موضوع ده كنا بنقول S-S-S دي معناها يا مستر لو فاكر S-S-S دي كان معناها Single فسنجل تكون Sigma فسيجما بتكون Strong طب ليه Sigma Strong؟ Sigma كانت Strong عشان الأوربلابنج بتاعها حصل Head by Head تمام؟ يبقى البوندس اللي موجودة عندي السنة دي او في Chapter 5 في الأورجانيك كل البوندس اللي في الأورجانيك هي Covalent فمعنى كده ان البوندس اللي انا وانت هنبدأ ندرسها ياما هتكون Single ياما هتكون Double ياما هتكون Triple لو هي Single فمعنى كن هي Strong لو هي Double فمعنى كده ان هي يا مستر بقى عندي واحدة Sigma واحدة By فالBy ضعيفة فكده البوند بدأت تضعف لو هي Triple فكنا بنقول By By Sigma يعني ايه؟ يعني Sigma اللي هي قوية ما بقاش لها لازم عشان بقى معها اتنين ضعاف لو انت دايما ماشي مع ناس قوية بتكون قوي لو انت ماشي مع ناس ضعيفة بيدعفهم من مستواك نفس اللي بيحصل هنا تمام؟ تخيلوا ان انا عشان ماشي مع السجما فالسجما الماشي مع الباي فالBy بتضعفني فاكن Relatively بنبقى Weak لكن لو انا ماشي مع اتنين باي فاتنين ضعفة بيعني بيدعلي ما بقاش في حاجة اسمها قصلا قوى المهم انا وانت عايزين ناخد حاجة دلوقتي اسمها عدد الدرعات عدد الايه؟ الدرعات انا هندعب PlayStation طيب اقصى حاجة في PlayStation وانت بتلعب تمام؟ دلوقتي مالتي ان هم يكونوا اربع درعات مثلا تمام؟ هو ده نفس الموضوع انا وانت عدد الدرعات بتاعتنا اقصى عدد درعات ممكن يكون موجوده هو اربعة ان احنا نرعب مالتي اللي هم السي واقصى عدد درعات ليها هم اربع درعات بص بقى سي دي واحد اتنين تلاتة اربعة مش عندها اربع درعات حلو الاربع درعات دول ييجو زي ما ييجو بمعنى ايه يا مستر؟ ييجو كده موافق ييجو كده ما عنديش مشاكل ييجو يا مستر كده ما عنديش مشكلة انا ما عنديش مشكلة في حاجة المهم ان هم في الاخر عدد الدرعات بتاع السي كام؟ اربعة السي عنده اربع درعات نيجي على الان الان يعاني عدد الدرعات بتاعتها تلاتة التلاتة دول ييجو كده موافق ييجو كده موافق ييجو كده والله يا مستر موافق برضو ييجي بعد كده الاكسوجن الاكسوجن بقى ده اللي هو اخرها درعين تيجي كده موافق تيجي كده ما عنديش مشكل نيجي على اخر حد بقى نحطه هنا عشان ما فيش مكان اللي هو الهايجن الهايجن يعاني عنده درع واحد ما عندوش غيره وهو الهالوجينز اللي هم مين الهالوجينز السي ال البي ار الاي والاف الناس دي كلها عندها درع واحد يبقى ايه مستر هي عدد الدرعات بما يردي لها معناها ده بالانجلش ايه طبعا او بالنسبة لنا في الكامستري فيلنسي دي هي عدد البونت اللي متاحة بالنسبة لحضرتك يعني انت ككاربون حضرك متاح بالنسبة لك تعمل كام بونت اربعة الكلام ده كان اللي قالهن لوس السنة اللي فاتت من الاكترون من عدد الدوتس اللي كنا بنحطها السنجل دوتس لو تفتكر بس انا وانت مش عايزين نفتكر الكلام ده انا عايز افتكر يا مستر ان السي عندها اربعة درعين السي بتعمل اربعة بونتس والن بتعمل كام تلاتة والقو بتعمل كام اتنين والاتش بتعمل كام واحد هي والسية اللي والبيقار والاي والايف يبقى انا يا مستر بنقول على السي عشان هما اربعة فبنقول تترا تترا معناها اربعة وفيلينت بنقول اسمها هي انما الان عشان تلاتة فبنقول ان هي إنما الوبة عشان اتنين هنقول اكتخيل عايزك تتخيل صحيح انت والله فعل إنما بقى وانا عندي ادرعة واحد فاسمي pod اسمي ايه يبقى هي دي الابشنز اللي موجودة يقيم ما يكون تيترافريلاند أربع درعات يقيم ما يكون تراي تلاتة أو داي اتنين أو مونو كل ما عدد الدرعات بيزيد كل ما ان انت تكون موجود في النص يكون أحسن يعني إيه السنة الفاتت كنا بنقول الحاجة اللي بتتحط في النص هي أكتر حاجة عندها درعات فخليك فاكر الموضوع ده ان اللي يتحط دايبا في النص هو اللي عنده درعات كتير فأنا وانت دلوقتي افتكرنا كذا كونسبت من السنة اللي فاتت الكونسبت الأولاني ان انا عندي اس 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 سيجما سترونج يعني لو البونت سيجل فبتكون سيجما فبتكون STRONG مستر ليه سيجما سترونج عشان الأورلابينج حصل تمام ياريت ترجع الفيديو وتعمل سكرينشوت للحطة بتاعة الأورلابينج دي تمام طب يا مستر الباي بوند بتاعتي ليه الباي بونده ضعيفة عشان الأورلابينج حصل side by side تمام البونت اللي متاح هي سيجل سيجل بتتكون من سيجما دابل باي وسيجما بالنسبة لعدد الدرعات الكاربون عنده اربعة الهيجين عنده تلاتة الاكسجين عنده اتنين الهيجين عنده واحد فبيقولك الهيجين بما انه هو عنده واحد فالهيجين ده عيني هو متشعلق في الدنيا بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو ما عندهش ايد تاني هو عنده ايد واحدة فمعنى كده انه هو بيكون متشعلق في الكمباونز بمعنى يا مستر متشعلق في الكمباونز يعني من الاخر بتعرف تمسكه من حتة واحدة هو أنت مبتعرفش تمسك الهايجن يقى من هنا اما من هنا بمعنى ايه ما هو عنده دراعة واحد فهتمسك الهايجن من دراعة واللي هنا طب لو هايجن جاي من ناحية الطانية فعنده الدراعةقة دا اللي شقلت فهتمسكه من هنا عايز تقول ليه عايز اقولك ان الهايجن دايما بيجي على طرف الكمباون يعني يا مس described يعني ما عنديش أوبشن ان الهايجن يجي في النص م MLM في النص دي معناه ان هو هيمسك في حد من هنا وحد من هنا الهايجن ما عندهش اتنين هايجن عنده واحد فمعنى كده ان الهيدرين دايما بييجي تيرمينال يعني ايه تيرمينال على الاطراف دايما الهيدرين فيين تيرمينال على الطرف بتاع الكمباونز عشان هوا بيمسك في ايد واحدة اهو مش عالق تمام بعد كده يا شباب عندي شوية فورميلاز كنا خدنا الفورميلاز دي في اولى سنوي بس انا وانت هننسى اولى وهناخد انواع جديدة من الفورميلاز دلوقتي مش جديدة قوي يعني اول نوع من الفورميلاز اسمه جنرال فورميلاز الجنرال فورميلاز دي بيكون شكلها كالاتي سي ان اتش تو ان ايه سي ان اتش تو ان انت لما بصيت على اللي موجود قدامك باعرفت ايه عرفت والله ان انا عندي حاجة هي بتتكون من كاربون وهيدر حل يبقى اول حاجة انا وانت عرفناها عرفنا لطايب اوف اتومز طب وبعدين قال لي عرفت والله يا مستر ان دي هي ريشيو بمعنى ايه بمعنى ان ان دي هم عدد الكاربون يعني نمبرو في كاربون يعني لو الان دي بخمسة فالمفروض الاتش تكون اتنين في خمسة يعني معنى كارن انا عرفت من هنا ان عدد الاتش هو ده في عدد الان يعني من الاخر انا وانت معرفناش ريل نمبرز معرفناش ارقام حقيقية انا وانت عرفنا من اللي موجود قدامنا ده يا جدعان ريشيو طيب طب انا عايز اعرف ريل نمبر بتحب رقم كا بتحب رقم خمسة لا هحط رقم ثلاثة مش طب بتسألني ليه عادي عم بيهزر معك سي سري اتش سيكس ليه معنى هعوض عن الان بثلاثة يبقى سري تايمس تو سيكس حلم اللي تكتب قدامك هنا ده بيكون اسمه مولوكيلر فورملا بيكون اسمه ايه مولوكيلر فورملا اما بصيت للمولوكيلر فورملا عارفت ايه عارفت ان الكمباوند بيتكون من سي واتش يبقى عارفت الطايب اف اتومس جميل طب بقول لك ايه عارفت ايه كمان قال لي هنا انا عارفت ان هما تلاثة سي وستة اتش يعني انا هنا عارفت الريل نمبر طب ما جميل يبقى انا هنا عارفت ايه الريل نمبر بيقول لك بس في حاجة نقصة ايه هي الحاجة نقصة انت ما شفتش البومز ما شفتش الناس دي مسكين في بعض ازاي ما شفتش هي ستريت ولا برانش ولا سايكليك ما شفتش هي ايه طب ايه ده مستر قال لي ده بيكون اسمه طايبو فلينكيج هما مسكين مع بعض ازاي الكلام ده انا معرفتش تشوفه من خلال المولوكولر فورملا تطلع لي اخر واحدة الوافية والكافية وحبيب قلبي الستراكشرا الفورملا هي دي اللي مروع علي انا وانت السنة دي هي دي اللي بتعرفنا كل حاجة الستراكشرا الفورملا بتبين ايه الستراكشرا الفورملا دي بصوا انت هتعرف والله يا مستر الستراكشرا الفورملا دي بتيجي بالمنظر ده الستراكشرا الفورملا دي يا مستر انا عرفت منها ان انا عندي الكمباون ده بيكون من سي و اتش يعني عرفت من الستراكشرا الفورملا الطايبو فاتم مش بس كده ده انا كمان عرفت منها الريل نمبر واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عرفت ان هي بتتكون من تلاتة سي وستة اتش يعني انا عرفت هنا الريل نمبر ده مش بس كده مستر ده انا عرفت ان هم مسكين مع بعض ازاي عرفت ان السي مسك هنا تلاتة اتش والسي اللي في النص مسك اتش واحدة ومسك من علي مين سي ومن عشمال سي والسي اللي النحاء التانية عطار في مسك هنا في اتش ومسك هنا في اتش يبقى كمان عرفت يا مستر هما مسكين مع بعض ازاي مش بس كده انا كمان عرفت ان هي هنا لا ولو انا ما كنت شدتك من شوية نوت اسمها فالنسي فمن خلال الفالنسي انت عرفت ان السي عندها اربع درعات لو انت ما كنتش تعرف الموضوع ده لو جيت هنا وبصيت ومسكت السي دي كده لوحدها هتقول ان هي عندها درع التاني التالت الرابع فمن هنا عرفت ان السي عندها كم درع عربعة ولو جيت بصيت على الاتش هتلاقي ان الاتش هنا عندها درع واحد ولو جيت بصيت على السي دي هتقول ان هي عندها واحد اتنين تلاتة اربعة يعني من هنا من خلال الستراكشرا الفورملا حضراك تعرف الفالنسي تقدر تعرف عدد الدرعات يبقى الستراكشرا الفورملا دي هي المروعة علي بتعرفني كل حاجة مستر هي وفية وكافية من الاخر كده انا ممكن اعرف من خلال الستراكشرا الفورملا كل حاجة موجودة في الكامستري طيب يبقى احنا عندنا كام فورملا عندي ثلاثة. general يعني عامة. بتقول اي كلام. بتقول يعني ايه كلام. والله يا مستر الجنرال دي هي مبهمة. هو انا بعرف منها ان الاتوم بتتكون سي واتش مسا. بس والله يا مستر الموضوع بالنسبة لرشيو. والله يا مستر اي. يعني لو دي بواحد فدي باتنين. طب لو دي باتنين فدي باربعة. يعني عدد الاتشاد ده عدد اسي هات. ماشي. كبرنا شوي. وروحت انا وانت اللي بعده اللي هو الملوكلر فورملا. لا الملوكلر فورملا أشيك شوية يا مستر. بتعرفني. but مش بس كدة دي بتعرفني كمان يجي حللي المشكلة دي التقول لي هما مسكين مع بعض ازاي ده لما رسمتها لك عرفت هما مسكين مع بعض ازاي مش بس كده ده انت عرفت كمان ان انت بتتكون من عرفت مش بس كده ده انت كمان عرفت ان هما بيتكونوا من 3C6H فعرفت الريل نمبر مش بس كده ده انت كمان ممكن تعرف السي عندها كام دراع اللي هي الفالنسي يبقى دول الثلاث انواع اللي هيقابلوني السنة دي جنرال ملوكيلر او ستراكشرال فورملا هم دول الكامستري بتاعتنا الترم ده فمهم جدا تكون عارفهم تمام هاخد دي ودي كده بره شوية واتكلم معه كده بتلك الملوكيلر فورملا اللي كان اسمها سي سري اتش سيكس الكاربون ده ولد مجرم يعني ايه ولد مجرم يعني بص بيعمل شوية حاجات انا وانت غريبة من شوية مصر لما انت رسمتلي الستراكشرال فورملا بتاعت سي سري اتش سيكس دي انت رسمتها كل قاتي لو تفتكر سي سي دبل بون سي وهنا كان فيه اتش وهنا كان فيه اتش واحدة وهنا كان فيه تلاتة اتش طب ليه مستر بتقولي ان الكاربون ولد مجرم قالي عشان الكاربون ممكن يعمل المنظر ده او ممكن الستراكشرال فورملا تبقى المنظر اللي جاي بص طب مستر واحد اتنين تلاتة تلات سي هات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة اتش هات صح مرسومة صح طب بص هنا واحد اتنين تلاتة تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة اتش قاله يا مستر ايه الحكاية دي قال لي هي دي حاجة بنقول عليها في الكامستري ايه يا مستر الايزوماريزم دي قالك الايزوماريزم دي ان انت من الاخر الكاربون ولد عفريت ممكن يعني يقلب الدنيا مش لازم يترسم بطريقة معانة لا هما تلاتة سي هات بس التلات سي هات دو ممكن يقلبوا الدنيا يترسموا باي طريقة على دماغه يترسموا سايكلية هما حرين تمام فبالتالي الكمباوند اللي هنا ده كومباوند وده كومباوند تاني انا هكتب لك اسمه بس نقولكش دعوة الاسم جامنين يعني الراجل ده اسمه بروبيين. والرجل دا اسمه ده اسمه ده اسم تاني خالص. ده واحد وده واحد. ده بيعمل وده بيعمل ايه الرجل ده ليه يعني ليه وا الراجل ده ليه DIY move willing to try. الرجل ده ليه داني. الراجل ده ليه ورجل ده ليه تاني. ده يعمل ده ما اعملهاش. ده يعمل ده ما اعملهاش. فدول يبقى ايه حور الايزوماريزم ده قالك الايزوماريزم ده اننا وانت يكون عندنا نفس الملوكيلر فورملا بس ما نيجي نترسم بطرق كتيرة بسبب ان الكاربون بيتشقلب ممكن يجي كده ممكن يجي كده ممكن يجي كده هو حر تمام يبقى لو انا سألتك يعني ايه ايزوماريزم ايزوماريزم معناها يا مستر اننا يكون عندي ملوكيلر فورملا واحدة اهي بس بتشاور على اكتر من استراكشرا الفورملا يعني انا هنا سي سري اتش سيكس مش دي الملوكيلر فورملا ممكن ارسمها بالطريقة الاولانية وممكن ارسمها بالطريقة التانية يبقى الايزوماريزم معناها اننا وانت يكون عندنا نفس الملوكيلر فورملا بس يكون عندنا فبالتالي بيكون عندنا بكون واحد غير التاني انا حاجة وهو حاجة تمام الايزوماريزم دي احنا بنقول عليها في الكيمستري زي التوأم ان دول اخين توأم الاخين التوقم هم بيتولدوا في نفس اليوم بس كل واحد ليهم عنده تفاصيل غير التانية وكل واحد ليه دماغ غير التات ليش اتنين توقم شبه بعض في التفاصيل قبل ممكن شبه بعض شكل بس مش شبه بعض في التفاصيل نفس القسم الايزوماريزم هم حاكتين بيكونوا جايين من نفس الام اللي هي بتبدأ بالام الماما تجيب لنا بقى الايه التوقم بتاعنا كل اللي كتكون فيهم بيبقى اسمه توقم فكتكون الصغير اللي هنا اسمه ايزومور والصغانطوت اللي هنا اسمه ايه ايزومور برضو يبقى دول الكاتاكيد بتاعتنا الصغيرة اللي هم الولاد التوقم كل واحد فيهم يتقال اسمه ايه ايزومور يبقى ايه هي الايزوماريزم الايزوماريزم معناها ان احنا يكون عندنا نفس الماما نفس الملوكولر فورمولا بس نترسم بطريقتين مختلفين تعال اديك اكزامبل تاني وانا وراي غيرك تعال انا والله مثلا كان عندي سي سري بلاش سي سري كفاية تلات سي سي تو اتش سيكس او واحد اراح رسمه كلاتي واحد اتنين انا جاي حاطة او حاطة اتش في واحد كان شاكي كفاية وعايز يراجع قال لي السي عندها اربعة دراعات قلت له يلا نعد واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى السي دي مزبوطة تعالي على السي اللي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة مزبوطة تعالي على الاو عندها دراعين واحد اتش دراع واحد اتش دراع 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 مزبوط اوة مستر طب يلا نعد كده واحد اتنين اتنين سي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة اتشات وواحد اقوم واحد تاني انا جاي رايحو وام جاي راسم اها اهان اها اها سي التانية اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واحد اقوم عايز تتأكد قدي اربعة قicamenteه حوالين السي دي ادي الاو حواليها اتنين ادي السي دي حواليها اربعة ادي كل اتش بدرع واحد واخد بالك دايما ان الاتشات بتيجي على ايه اطراف كلها لبرة كل الاتشات ايه لبرة عمرها ما تتحط فين في النص بيقولك ده كومباوند وده كومباوند تاني خالص ده حاجة وده حاجة ده حمادة وده حمادة تاني خالص دي قصة وده قصة الراجل ده اسمه ايساء الالكول فاكرين ايام كورونا اه ايام كورونا كنا بنحط على قدينا كحول يقولك ايه هات كحولة اسيلي اللي هو الاساء الالكول اللي هو بنقول عليه ساعة اسر الراجل اللي هنا ده اسمه ده حد تاني خالص بص اسي دي سي و اتش ودول سي و اتش ودول سي و اتش صح ايه اللي مختلف قالي اللي مختلف هنا ان انا هنا عندي او اتش على الطرف و المختلف هنا ان انا عندي هنا او في النص تمام دي بنقول عليها دي احنا بنقول عليها ما تفهمش الموضوع ده قوي دلوقتي كده كده مش لازم تفهمه قوي دلوقتي بس انا بس بتكلم معاك تمام عندنا وانت اللي مثلا يخلي الدوة مثلا يعالج العظم ويعالج الصداع ويعالج 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 المادة الفعالة فيه ادوية عالج السرطان من اختلاف المادة الفعالة عندنا يعني حاجة شباه انا وانت هنتكلم عليها اسمها الـ Functional Group أكن الـ Functional Group دي هي المادة الفعلة في الكامستري تمام فهنا المادة الفعلة O H وهنا المادة الفعلة O فدي مادة فعلة ودي مادة فعلة ده ده وبيعالج الظهر وده ده وبيعالج المعدة ده حاجة وده حاجة تمام وأكبر دليل على ده إن أنا رحت جربت أعمل لهم reaction تمام فرحت جبت صوديم لقيت إن الراجل ده بيتفعل مع الصوديم ومعندوش مشاكل إنما رحت جبت للراجل ده صوديم لقيت إن الراجل ده ما بيتفعلش مع الصوديم ومعندو مشكلة رحت قلت طب دي الـ Chemical Properts تعال يا عم نشوف الفيزيكا لقيت إن الراجل ده الـ Poiling Point بتاعته 79 Point 5 بصت في 79.5 إنما الراجل ده الـ Poiling Point بتاعته كانت 29.5 ديجري 78 أعطاك نشفاكر بالظبط الله جماعة آآ بصت في 70 8.5 تمام؟ ستنو نتأكد من الـ Poiling Point بتاعت الراجل ده 78 أعطاك يبقى بص 78.5 وده 29.5 دي الـ Poiling Point بتاعته فقاليت برضو إن الـ Physical States متغير فده حاجة وده حاجة مع إن إن اللي اتنين عندهم نفس المالوكيلر فورملا مش دي المالوكيلر فورملا النفس ماما إحنا اللي اتنين عندنا النفس ماما بس عندنا هنا واحد وده واحد تاني فالكاتكوت الصغانطوت اللي هنا يبقى اسمه وكاتكوت ده يبقى اسمه ايه يبقى اسمه برضو فبكده أنا وإنت عندنا بسبب إيه بسبب إن هم عندهم ده بيعمل حاجات ده ما بيعملهاش وده بيعمل حاجات ده ما بيعملهاش في واحد سألني قال لي ليه الـ N بتتفاعل هنا أقول لك بسرعة الـ N بتتفاعل هنا عشان الـ N هي بتيجي تتفاعل مع الـ H اللي هنا شايف الـ H دي اه الـ N هي بتاخد مكان الـ H دي طب ليه ما تاخدش مكان أي H تاني يا بص لو أنا وإنت اتشق لبنا عشان نشيل H مش هنعرف بمعنى لو إنت لقيت H سيبها ويمشي عشان مش رعفنا معها حاجة يا مستر آه والله إلا هي هاني فهم إلا من رحم يا رب حاجات بسيطة قوي يعني من الآخر كده الـ N هي مش هتعرف تدخل مكان ولا H فأنا عندي H واحدة مسكة في O مسكة في C اللي هي الـ H دي فلـ N تديها على دمخ على طول تقوم جاية أخد مكانها تمام؟ فلما جيت بصيت هنا لقيت أن الـ C مسكة الـ H دي والـ H دي مسكة في C فمحدش فينا يعرف يمشي H مسكة في C H مسكة في C لأ صعبة صعبة الحكاية دي لأ أنا بقى خاف مش هعرف فلـ N إيه هنا مش هتعرف تاخد مكان أي H عشان كل الـ H مسكين في C تمام؟ ده اللي هو كشور يعني تمام؟ يبقى إيه هي الـ الـ هفزا سيم ماما هفزا سيم مالوكيلر فورمولا عندنا رسمتين غير بعض فبالتالي هيكون عندنا عندنا علش شباب نشوف كده تعريف الـ يعني أيزوماريزم أيزوماريزم هفزا سيم ماما هفزا سيم ماما اكتب هنا ماما عشان ما تنساش عادي مش عيب إيه المشكلة هفزا سيم ماما ماما دي اللي هي مين؟ هفزا سيم مالوكيلر فورملا بـ لكن بيترسمه غير بعض كيميكال وفيزيكال آدي فيزيكال وآدي كيميكال يبقى إيه هي الايزوماريزم؟ الايزوماريزم معناها present two organic compounds or more اتنين organic compounds أو أكتر having same mama but different رسم فعندهم حاجتين غير بعض اللي هم الفيزيكال والكيميكال يبقى هم أربعة سيكشن التعريف two organic compounds دي عادي تمام؟ having a same molecular different structural فبالتالي different حاجتين physical وكيميكال بروبرتز تمام؟ وعندنا الإجزامبل اللي أنا وإنت شرحناه مع بعض اللي هو بتاع الإيسائي الألكول وبتاع اللي هو فبالتالي اللي موجودة هنا مهمة جدا اللي هي بييجي اسألني فيها أوقات كتير إيه اللي اختلاف اللي ما بين الإيسائي الألكول واللي ما بين الديميسائل إيسار هنا إنما الرياكشن مع السوديم الإيسائي الألكول بيتفاعل مع السوديم إنما الديميسائل إيسار وهنا كمان بيوصف لي يعني التفاعل عنيف الصوديم بيدخل على اللي بتدخل هنا مكان بتاعت مين؟ بتاعت وإتش دي اسمها هايدروكسايد فبنقول إن السوديم بتاع الهايدروكسايد تمام؟ بس تفاعل هنا بيكون عنيف جدا وبيطلع هايدجين جاز اللي هو لو تفتكر فبيقول لي كل واحد صغنطوت الكتاكيت الصغير اسمها إيه؟ تمام؟ دول اكتب جنبهم كتاكيت عادي عشان ما تنساش ليه عندهم عشان هم عندهم فانكشنل جروب تمام؟ بس الأهم دي إن هم ليه عندهم مختلفة أو فيزيكال عشان كل واحد فيهم بيترسم غير التاني والرسمة دي أنا وانت هنعرف بعد كده بتفرق معاها قوي يبقى ليه هم عندهم فايزيكال وكيميكال عشان هم عندهم فبالتالي عندهم اللي أنا شرحتها لك اللي هي المادة الفعالة بنقول بعد كده يا شباب بمعنى ما قدرش هناجه اكتب لك وانت تقول لي ده مين؟ ما تعرفش؟ دي ممكن تكون كذا حاجة ممكن تكون حاجة اسمها ممكن تكون حاجة اسمها ممكن تكون حاجة اسمها مثلا فهي ممكن تكون ثلاث حاجات فبالتالي ماما ما بتشغرش على حد بعينه يعني يعني الملوكيلر فورملا ما تعرفش منها الورجانيك كومباوند الملوكيلر فورملا هي موجودة بس لازم ارسمها عشان عارف هي بتتكلم عن مين ففيه شروط تقول لي ارسمها بالطريقة كذا فتطلع لي ده او ارسمها بالطريقة كذا تطلع لي ده او ارسمها بالطريقة كذا تطلع لي ده فبنقول ما ينفعش اجا تديك ملوكيلر فورملا وانت تقول لي انا مين؟ لا لازم اديك الملوكيلر فورملا وقولك ترسم ازاي عشان فعلا تقول ده مين؟ يبقى الملوكيلر فورملا ما ينفعش تكون هي الريفرانس بتاعك يبقى الملوكيلر فورملا ليه? عشان في حاجة اسمها ايزوماريزم. الايزوماريزم دي يبقى انا وانت هنقسم الحتة دي هنقول ايه? عشان يا مستر ليه ما ينفعش عشان في حاجة اسمها ايه? ايزوماريزم. بعد كده اوصف انا وانت الايزوماريزم يعني ايه ايزوماريزم? يعني كل ممكن تريفير تو مور زان ممكن تشاور على اكتر من ارجاني كومباون. تمام? فهيبقى عندهم ودفرنت تمام? خليك دايما فاكر ان الملوكولر ما بتشاورش على حد باينه. مين اللي يشاور? تمام? قلتلك دي حبيبتي حبيبتي تمام? بعد كده شباب هروح انا وانت للجزء اللي بعده ان الارجانيك كومباونز او خلي دي في الاخر ان انا وانت عندنا حاجة اسمها بوليمورايزيشن. ايه هي البوليمورايزيشن دي? قال لي والله البوليمورايزيشن دي كلمة بولي معناها باللاتيني ميني تمام? او يعني معناها كلها على بعض كده باللاتيني كلمة بوليمورايزيشن دي من ايه بكل بساطة. هنجيب مكعبات شوية ليجوز تمام? انا وانت هنجيب المكعبات وهنروح نركبها على بعض. كان معايا مثلا خمسين مكعب صوانت. الخمسين مكعب الصغير دول. عملت بيهم بيت كبير. هي دي بوليمورايزيشن. ايه يا مستر ده? خلاص خلاص. يعني يا معلم يعني دي بلكلبايزيشن دي من الاخر كده هي المكعبات. هتجيب حاجات صغيرة تطلع لك حاجة كبيرة. يعني انا عادت اركب شوية مكعبات على بعض عملت بيهم بيت. خلاص. يبقى انا حولت المكعبات الصغيرة لبيت كبير. تمام? هي دي. لكن دي عبارة عن ايه? عبارة ان انت تجمع الحاجات الصغيرة عشان تديك حاجة واحدة كبيرة. تمام? الحاجة الصغيرة او المكعب الصغير في الكيمستري ينطلق عليه اسم البيت الكبير اللي انت هتعمله بيكون اسمه يعني الموليمر ده اللي هو المكعب يبقى المونيمر ده اللي هو مين المكعب يبقى انا عندي حاجة اسمها ايه هي يعني اننا وانت عاديين في الصالة بنجمع مكعبات هنقض نجيب حاجات صغيرة اللي هي المونيمر نركبها على بعض هنعمل بيها حاجة كبيرة واحدة اسمها ايه اسمها بوليمر هي دي البوليمريزيشن والبوليمريزيشن دي كلمة لاتيني معناها ايه ده بكل بساطة بيقولك لو انت معاك مكعب واحد اسمه مونيمر لو انت رحت حطيت مكعبين فوق بعض تحسها مكعبين مش حسسها ما علينا لو حطيت مكعبين يبقى اسمها دايمر لو انت رحت ركبت ثلاث مكعبات على بعض بيكون اسمها لو انت رحت حطيت اربع مكعبات عادي ساعد بنعملها كده في المكعبات اربع مكعبات على بعض بيبقى اسمها حطيت بقى عشرين مكعب فوق بعض فعملت بقى البيت بتاعك بيت شكله حلوة او يا جماعة البيت اللي احنا حاملين وهينا ده فيبقى اسمها ايه يبقى اسمها بوليمر يبقى لو معايا مكعب واحد اسمه مونيمر معايا مكعبين حطيتهم فوق بعض دايمر حطيت تلات مكعبات فوق بعض اربع مكعبات حطيت عشرين بقى مكعب بعد تزوج بقى خلاص يبقى اسمها ايه بوليمر تمام يبقى انت لو بس حطيت مكعبين كده انت ما عملتش بوليمر بوليمر معناها ايه بولي معناها ميني كلمة بولي الواحدة معناها ميني يعني كتير فلما تحطي لي مكعبين على بعض نتقوليش بقول لك يا مستر انا عملت كده بقى ايه بوليمر لا ما انت حطت ايه مكعبين ماينفعش حطش وايه حلوين فمعنى كده ان انت عملت حاجة اسمها دايمر حطيت 3 مكعبات 3 مكعبات قليل قوي يبقى اسمها تريمر 4 مكعبات برضو قليل تيترمر حطيت بقى 20 مكعب ايوا بقى هما دول مكعبات كتير ساعتها يبقى اسمك ايه بوليمر فوق ال 4 فوق ال 4 بوليمر يبقى لو حطيت اكتر من 4 مكعبات مع بعض يبقى ايه 5 6 بقى 10 20 زي ما اتزود هيبقى اسمها ايه بوليمر بس لو حطيت اتنين على بعض دايمر 3 تريمر 4 تيترمر اكتر من كده خلاص حطيت الانتكابة يبقى اسمك ايه بوليمر ويعني ايه بوليمر معناها ان انا نجيب كيمستري ممكن كيمستري يلا كيمستري معناها ان انا وانت نروح نجيب اتومز او نجيب موليكيول تمام صغير اللي هو بيكون اسمه مونيمر نعمل بيه حاجة اسمها يعني نجيب منه اتومز كتير او نجيب منه موليكيولز كتيرة صغيرة نعمل بيها الرجل الكبير اللي هو اسمه بوليمر عشان دي تحصل او عشان تخلي المونيمر دي تمسك في بعض هما مش مكعبات ازاي يمسكوا في بعض بيمسكوا بيفيكت تلات حاجات ان حضرائك لازم تجيب معاك اللي هي الكنديشنز وتجيب معاك وتجيب معاك ما هما يعني بما يرد اللي هما مش مكعبات انا مش هركبهم على بعض هيمسكوا لا ايه الناس دي ازاي هخليها تمسك في بعض عشان يمسكوا في بعض لازم تجيب التلاتة كونديشنز دول هيت وتجيب معا الهيت بريشر وتجيب معا البريشر كاتاليز وبكده حضرتك الف مبروك عملت الايه عملت البوليمر بتاعك فانروح انا وانتا نشوف يعني ايه بوليمرايزيشن بيقول لي معناها معناها يعني وحدات كتير يعني ايه وحدات مكعبات كتير تعريف البوليمرايزيشن اللي اسمها مونيمورز يعني ايه كومباينيشن هنعمل بيوت بقى هندخلهم في بعض تمام بس بشرط اللي هما التلات حاجات بتاعنا يبقى لازم انا وانتا نجيب ايه نجيب جبنا التلاتة عملنا البوليمر يبقى ايه نجيب ماليكيلز صغيرة نعمل لهم مع بعض ماليكيلز الصغيرة اسمها مونيمور هتديني واحد كبير اسمه بوليمر لو انت جبت ماليكيل اسمه بوليمر طب لو انت بقى ما جبتش لو جبت واحد اسمه مونيمور لو جبت اتنين لازقتهم في بعض دايمر تلاتة ترايمر اربعة تيترامر تمام وبنقول لو اتنين يبقى دايمر وتلاتة وهكذا عندي حاجة انا وانت نوت كنا اخدناها السنة اللي فاتت وانت عارفينها طبعا ان الكامستري اللي هي حاجة اسمها اللي هو الشيب لو تفتكر السنة اللي فاتت كنا اخدنا الشيبس برضو في نفس الوقت ده لما جينا قلنا ان الشيبس لو تفتكر بتكون او ممكن تكون ممكن تكون مسلا تتراهيدرل كل دي كانت اشكال خدتها انا وانت السنة اللي فاتت ان الكامستري سري دي مش دي يعني الكامستري بما يردي اللي عندها حاجة اسمها اللي هو مرسوم قدامك ده اللي موجود ده اسمه ايه اللي هو شكل سلاسي الابعاد الكامستري سري دي فهو في النوت دي بيقول لي خلي بالك ان الكامستري مش 2D عشان انت لما بترسمها انت بترسم الشكل كده انت بترسم ماسك فيها سيهات واتشات لكن هي بما يردي اللي المفروض يكون شكلها بالمنظر ده تمام فبنقول عن رايتنج ستركترال فورملا ات سيمز زاد دا ماليكيول هاز بلينر شيب بلينر شيب يعني 2D بس كلام ده غير حقيقي لكن هما في الحقيقة هما في بتوعنا تمام اللي هو المفروض يكون شكلهم كده اللي هو ستيرو ستركشا ركتب هنا ستيرو ستركشا وسري دي هي موجودة سري دايمشنال نوت تو دايمشنال عندي بقى اهم compare موجودة في اللي سن الاولين ال compare اللي موجودة ما بين الorganic compounds وما بين ال in organic compounds اول حاجة لازم تيجي في دماغي لما يقارن الorganic بال in organic هما بيتكونوا من ايه فانا اول حاجة هتكلم عنها ال chemical structure ال organic بيتكون من ايه شرط ال organic must contain carbon طيب ال in organic لازم يكون فيه carbon لا منا ممكن يبقى عندي الناس ال بس ممكن يكون عندي CO2 فبنقول may contain carbon or not ممكن يبقى فيه وممكن ما يبقاش فيه CO2 او ال in CL طيب تاني حاجة هتيجي في دماغي الحاجتين اللي انا لسه اخدهم ال aizomerism وال polymerization هل الorganic عندها حاجة اسمها ايزوماريزم ايوما انا خدت الايزوماريزم دي في الorganic فبنقول ان الايزوماريزم في الorganic found طيب هل في حاجة اسمها ايزوماريزم في ال in organic مش متأكد ما عرفش فبنقول almost not found بتهيالي لا مش موجودة اللي هو انا معرفش فما قلتلوش no وما قلتلوش يس قلتلو لا بتهيالي مش موجودة almost not found طيب ال polymerization لا ال polymerization موجودة في الorganic ما انا خدتها في الorganic طيب هل في حاجة اسمها polymerization في ال in organic ما عرفش ممكن فبنقول almost not found بتهيالي لا مش عارف مش متأكد تمام بعد كده بعد لما اتكلمت هي بتتكون من ايه هشوف ال bond ايه ال bond اللي موجودة عند الorganic الorganic ما عندهاش غير bond واحدة اللي هي covalent اللي انا عادت تشرحها لك من شوية ما عندهاش ionic طب بالنسبة ال in organic لا ال in organic ممكن يكون فيه covalent وممكن يبقى فيه ionic زي ال H2O covalent انما ال in acl ionic طيب الملتنج وال معنى دي خدتها السنة اللي فاتت في نفس الوقت برضو السنة اللي فاتت انا خدت كل حاجة السنة اللي فاتت شكلي كنا بنقول لو انت البند بتاعتك ionic فالionic property هم ثلاث حاجات لو فاكر ايه هم الثلاث حاجات الملتنج وال وال لو كل ما هي بتكون اكتر او كل ما البند تكون كل ما بتزيد كل ما بتزيد كل ما تزيد فمعنى ان البند عند الارجانيك كوفيلانت مش ايونيك يبقى هي الحاجات دي عندها قليلة اللي هي الملتنج والبويلنج والايه والالكتريك كوندكتيبيدي شرحنا باستفاضة السنة اللي فاتت عشان الايونيك كانت بتتكون من اتراكشن فورس فالاتراكشن فورس كان بيكون عالي فعشان نتغلب عليه الموضوع كان بيحتاج انرجي اعلى فالانرجي الاعلى دي معناها ملتنج وبويلنج اعلى فالملتنج والبويلنج عند الكوفيلانت بما ان البوند كوفيلانت فهي بتكون لو قليلة هنا الاتراكشن فورس ضعيفة هنا انا انا عندي بوست بويلنج لو تفتكر بس مفيش بويلنج وممكن اكون كمان طب الين اورجانيك لأ الين اورجانيك بقى عشان هنا بنتكون من ايه من اين جميل بعد كده اعلى خلينا في يعني هي التالتة بتاعت دول يعني هما ثلاث حاجات ملتنج بوينت وبويلنج بوينت وكون ماشي فبما ان ان البوند هنا فمعنى كده ان انا 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 اصلا ما بوصلش كهرباء لكن انا هنا عشان عندي ايونيك فبالتالي ان هنا اغلبهم بيكونوا جود كوندكتورز بيكونوا الكترولاين طيب عايز اتكلم على الايونيزيشن ما هو الايونيزيشن في الايونيك برضو فمعنى كده يا مستر ان الكوفيلانت اغلبهم ما بيتحاولوش لأيونيز طب هنا لا اغلبهم ايونيز ايونيز تعال نرتبك الفكرة كده مع بعض تعال واحدة واحدة عايز اتكلم الراجل ده بيكون من ايه والراجل ده بيكون من ايه قال لي والله يا مستر الراجل ده الراجل عايزين ايه ايوه تمام كده تمام الراجل اللي احنا كنا منتكلم عليه في الاول والراجل التاني ممكن ترتب معي فكرة كده يلا يا مستر نرتب مع بعض اول حاجة هو بيتكون من ايه قال لي الراجل ده بيتكون من كربون يبقى اول حاجة هتكلم فيه انا وانت التكوين انت بتتكون ازاي تمام فهو نفس الموضوع الراجل ده بيتكون من كربون الراجل ده لا مش شرط ان هو يتكون من كربون يعني هو ممكن يكون او ممكن ميفوش بعد اما تتكون اما تتكلم على التكوين اتكلم على البوند ما انا بعد اما قلت ان هو كربون طب الكاربون ده ماسك في بعض ازاي؟ يبقى والله يا مستر التكوين ماسك في بعض ازاي؟ الناس دي ماسكها مع بعض بكوفيلنت إنما الناس دي ماسكين مع بعض بآيونيك في أغلب الأحيان وساعات كوفيلنت طيب هيقدي لإيه؟ ما هو التكوين عارفت التكوين ماسك في بعض ازاي؟ عارفت البوند تالت حاجة أنا وانت محتاجين نعرفها هيقدي لإيه؟ ماهونا لما عرف دلوقتي إن البوند كوفيلنت دي قدت لإيه؟ ولما عرف إن البوند آيونيك هتقدي لإيه؟ لتالت حاجات اللي هم ال-Puiling Point والميلتينج بوينت وال-Conductivity pour-Conductivity اللي هو توصيل الكهرباء التلت حاجات دول هم كويسين عند الآيونيك ووحشين عند الكوفيلنت يبقى معنى كده الPayling Point والMetning Point عند الCovalent Low إنما عند الIonic High الConductivity عند الCovalent وحشة إنما عند الIonic Good في مشكلة؟ يبقى أنا كده هتكلم أنا وإنت في كلمة بنتكوم من إيه؟ مسكنا في بعض إزاي؟ ده وصلنا لإيه؟ تعليه كده معايا؟ بنتكوم من إيه؟ مسكنا في بعض إزاي؟ هيقدي لإيه؟ قوله ورايا بنتكون من ايه مسكنا في بعض ازاي هيقدي لايه اكتبها قدامك بنتكون من ايه مسكنا في بعض ازاي هيقدي لايه منتكون من ايه من كاربوت بكاوم من ايه ممكن يبقى فيه ممكن ما يبقاش فيه كاربوت مسكنا في بعض ازاي كوفيلنت مسكنا في بعض ازاي ايونيك او كوفيلنت هيقدي لايه لتلات حاجات هيقدي لايه لتلات حاجات ايه هما التلات حاجات ايه والبويلينج بوينت والكوندكتيفتي حالو. عند الناس الايونيك هاي. وعند الناس الكوندكتيفتي. هنا باد وهنا جود. يبقى خلي بالك هيقدى الايه دي هيقدى الايه دول بتوع الايونيك. التلات حاجات دول بتوع الايونيك. تمام? معهم واحدة رابعة بس ما مندخلهاش في حكايتنا اللي هي الايونيزيشن. بنخليها بر. عشان هي بتفرق معي السنة دي من كتر ما هي مهمة. يعني دي مهمة بالنسبة عشان كده خليتها بر. يبقى بما يورد الله هيقدى الايه هم اربع حاجات. ملتنج بوينت وبويلينج بوينت وكوندكتيفتي وايونيزيشن. بس الايونيزيشن خليتها في الاخر عشان هي مهمة. بما ان ان البوند هنا كوفيلانت فهنا مفيش ايونيزيشن. بما ان ان البوند هنا مع ايونيك يبقى فيه مهمة قوي بقى الحكاية اللي انت حكيتها دي يا مستر. يبقى مستر بنتكون من ايه? مسكين في بعض? ازاي? هيقدى الايه? بنتكون من ايه? كاربون. ممكن كاربون ولا. مسكين في بعض ازاي? كوفيلانت. ايونيك وكوفيلانت. هيقدى الايه? بما يورد الله الاربع حاجات. الها كام? اربع. ملتنج بويلينج. كوندكتيفتي ايونيزيشن. اللي عنده كوفيلانت ما عندهش الاربع دول. اللي عنده ايونيك عنده الاربع حلوين. يبقى الاربع عند الايونيك هاي وهاي وجود كوندكتور انما اينايز. انما هناك لو ولو وباد كوندكتور ونوت اينايز. تمام? بعد كده دي كام نقطة اساسية في الكمباريزون دي? تعال انا عندهم مع بعض كده? احنا بعدنا خالص. نقطة التانية التالتة الرابع الخمسة. خمس نقط حفزتهم بكزا كلمة واربعة. بنتكون من ايه? مسكنا في بعض ازاي? هيقدى الايه? هيقدى الكام حاجة? الاربع حاجات. ملتنج بويلينج. ها? قول ملتنج بويلينج وايه? وكوندكتيفتي ها? وايونيزيشن اللي هي المهمة. وبعد كده يبقى حطي ليه حاجتين الجودات بتوعنا النهاردة? اللي هي الايونيزيشن والبوليميريزيشن قصدي والايزوميريزم. بعد كده عايزين نتكلم في اخر خمس او اربع نقط. اللي هي. قال لي تبع الناس اللي فوق. بس برضو عشان هو مهم فهنتكلم فيه لوحدك. لو عشان خدناها في شابتر سري كنا بنقول ان بطيء. ليه? عشان التفاعل هنا او الرياكشن بيتم من خلال المالكيز. انما لو بيكون عشان الرياكشن هنا بيتم من خلال الايونز. تمام? يعني دي تبعي. دي رقم خمسة بس عشان هي مهمة. وتبع شابتر سري فحضراك لازم تكون عارفها برضو لوحدة. تمام? الاودر. الاودر دي معناها السمل او الريحة. الارجانيك كومباونز دي هي اغلب الحاجات مثلا زي مثلا بالنسبة لك البنزين. زي مثلا اه الزبدة. زي الغاز الطبيعي. الغاز. كل دي حاجات ليها ريحة. وليها روايح مميزة. فمنقول ان هي عندها زي مثلا مسحي الغسيل. دوني والقصص دي كلها. كلها ليحة. ليها ريحة مميزة. على عكس الارجانيك كومباونز. بنقول اغلبهم مالهمش ريحة. مثلا زي الميا. مالهاش ريحة يا اعتبر. تمام? قبلية اللي اشتعل. كنا خدنا انا وانت قبل كده حاجة اسمها احتراق. كنا بنقول فقولها سانوي. الكمبانشن دي لما تجيب اي حاجة فيها وتولع فيها. فالسيو الاتش دول بيتحولهم سيو تو واتش تو او. بيتحولوا ليه? سيو تو واتش تو او. تمام? فمعنى كده ان هم بيولعوا دي معناها قبلية الاشتعال. هل البنزين قبل للاشتعال? انت بتهزر يا مستر اكيد او بي ولا? فبنقول ان هم قابلين للاشتعال. مش بس كده. دول بيطلعوا كمان. كاربون دايكسايد ووتر. طب بالنسبة للحاجات الان اورجانيك. قال لي والله هم اغلبهم مش اغلبهم ما بيولعوش. بس لو ولعوه هيطلعوا جازز غير السيو تو الاتش تو او. فبنقول افتز 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 بس بسبب ايه? هو ليه ده بيطلع سيو تو اتش تو او? ليش معنى سيو تو? قال لي ما هو فكرة الكمبانشن لما روح اجيب لك سي اتش فور مسلا. اللي هو الغاز الطبيعي. واحرقه. هو الحاجة بتتحرق بيه? بوجود اكسوجن. فالاكسوجن ده بيحول السي لسيو تو ويحول الاتش لاتش تو او. عشان كده بيطلع هنا سيو تو اتش تو او. يعني بسبب السيو تو الاتش تو او دول بيطلعه. بسبب ان الارجانيك كومباوند بيتكون من سيو اتش. فعشان كده هنا بيقول لك عشان الارجانيك ما بيتكونوش من سيو اتش. بيتكونو من النية سي ال. فهي مش هتطلع سيو تو اتش تو او. هو مفيش سي ومفيش اتش. وحتى لو في سيو اتش ممكن يطلعه جازس. تانية تمام? بعد كده كنا بنقول يعني 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 دلوقتي لو انا بولر فبدأو بالبولر. لو انا مش بولر ما بدوبش في البولر. لو فاكر الموضوع بتاع السيولاباليتي ده كان يونت سري. موضوع كبير قوي. كنا بنتكلم فيه يعني بس احنا مش عايزين منه برضو. الترم ده غير حاجات بسيطة. انه والله عايزك تكون فاكر انه والله يا مستر البولر اللي هي الووتر بتدوب اي حاجة بولر واي حاجة ايونيك. اغلب الارجانيك بيكون نام بولر. فبالتالي ما بيدوبوش في الاتش تو او. يبقى اغلب الارجانيك بيكونو ايه? بيكونو نام بولر. فما بيدوبوش في الاتش تو او. طب همال بيدوبو في ايه? يدوبو في اي حاجة تانية تكون نام بولر. اللي هي النام بولر سولفنت. زي البنزن مثلا. زي المسلا كاربون تيترا كولورايت. زي دي كلها حاجات بنقول عليها ارجانيك سولفنت. حاجات لو انت حابب تدوب. حاجة ارجانيك تدوبها فيها. يبقى الارجانيك بيدوبو في بيدوبوا في الماء لا يا مستير ما بيدوبواش في الماء. طب encaux مال بيدوبوا في ايه? بيدوبوا في اي حاجة تانية من الن فولر زي او ديتركلورايد او دي او دي زيل يسر. اللي هو ال El acer. الذي هو. انما ال اورغانيك. فالاين اورggانيك اغلبهم بيكونوا بال او اتش. ده بيتميز ان هو عنده او اتش. تمام? المية بتتميز ان هي بيكون عندها اتنين او اتش. تمام? المية عندها ايه? اتنين او اتش. بس انا هرسم المية ايه? بالعكس. فايه اللي بيحصل? قال لي بص انا هتكلم عن الموضوع بسرعة. اي حاجة فيها او اتش. فال او وال اتش بيعملوا مع بعض بوند بولر. فال او بتكون بوستيب وال اتش بتكون بوستيب. في نفس القصة ال اتش هتكون بوستيب وال او بتكون بوستيب. فبيحصل ما بينهم بوند لو فاكرها كنا شرحناها ما فيك كفاية في تانية سنوي كان اسمها هايجين بوند. تمام? فالهايجين بوند دي لما بتتكون معنا كده ان الحاجة دي دابت في المية. المية مسكت الحاجة اللي قدامها. تمام? فبنقول من الاخر. اي اوارجانيك كومباوند. في فون اي فون دي يا مستر اف? او ان. مش غريبة عليك سمعتها السنة اللي فاتت. يبقى اي اوارجانيك كومباوند في فون? يعني في اف او 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 ان دي بيدوب في المية. حلو او الكلام ده. يبقى اي اوارجانيك كومباوند في فون? يعني ايه فون اف او 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 ان هيدوب في المية. يبقى الارجانيك كومباوند ما بتدوبش في المية. الا اذا كان فيها اف او 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 ان هتدوب في المية. طب ليه? عشان الاف او الاو او الان بيقدوا ان احنا نعمل حاجة اسمها بيقدر ان احنا نعمل حاجة اسمها ايه? يبقى الارجانيك بيدوب في المية? لا. كلمة اقول كلمة قالت ايه? لا. يبقى الارجانيك بيدوب في المية? لا يا مستر ما بيدوبش. امال ايه يا مستر? قال لي لو في فون يعني اف او 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 ان يدوب في المية. هنا الارجانيك كومباوند دا في او يدوب. طب في او فيه أورجانيك تاني فيه يدوب. طب فيه أورجانيك تاني فيه F يدوب. بس شرط طبعا ودي حاجة انت لازم تكون عارفها بردو ان الف او الاو او الان دول يكون معهم Hات تمام ودي نادر حدوسها هم دول اصلا اللي هيكونوا موجودين عندي السنة ان انا قابل OH او ان انا قابل N و H في حالة ان انا قابلت OH او N و H يعني دي له مثلاً NH two زي مين اليوريا اه 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 سي ده بالبوند او انه اتش تو الهForce اليوريا بتتميز ان هي عندها انه اتش و انه اتش تمام فليوريا هتدوب في الماء معيني اليوريا اورجانيك يبقى اي اورجانيك ما بيدوبش في الماء الا إذا كان فيه اف او 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 ان اللي هي فون بس اتفقنا ان احنا نرجع الاف فهي لو فيها او و ان اللي هي اون تمام لو انا عندي اون بس الان دي بشرط يكون معها اتش هات يعني او اتش او ان اتش فهي كده هتدوب في الواتر في مشكلة؟ هل لي لأ؟ فآخر حاجة بنقول زي اللي هو اللي هي اللي هي خلاص إنما الناس الحلوة اللي هي مين اللي هي الواتر يبقى تعالى نفتكر مع بعض كده لو أنا جاي للمقارنة بين الأورجانيك والإين أورجانيك هنتكلم على إيه بتتكون من إيه يا مستر؟ ميسكو في بعض إزاي؟ هيأدي الإيه؟ بتتكون من إيه الأورجانيك؟ كاربون الإين أورجانيك وارد يكون فيه ما فيش ميسكو في بعض إزاي يا مستر؟ كوفيلانت ميسكو في بعض إزاي يا مستر؟ آيونيك أو كوفيلانت هتأدي الإيه؟ اتفقنا هم أربعة هم تلاتة تمام؟ بس الرابعة والخمسة هم مهمين بس عشان خاطرك هنقول إن هي بتقدي الخمسة بتقدي لإيه؟ لخمسة تمام؟ بما إن إن إحنا في شبط طرفها إيه هم الخمس حاجات يا مستر؟ الميلتينج بوينت والبويلينج بوينت والكوندكتيفتي دول التلاتة اللي مع بعض اللي اتنين المهمين اللي هي الايونيزيشن والريتوف كيميكال رياجشن أي حد يا مستر عنده ايونيك فعنده الخمسة حلوين أي حد يا مستر ما عندهش ايونيك يبقى عنده الخمسة وحشين يبقى الارجانيك عشان هو ما عندهش ولا حاجة ما عندهش ايونيك بونت فبالتالي الميلتينج والبويلينج لو فبالتالي يا مستر الكوندكتيفتي باد فبالتالي الايونيزيشن نوت ايونيز فبالتالي الريتوف كيميكال رياجشن سلو طب الين ايونيك عشان عنده ايونيك بونت فعنده الخمسة حلوين عنده هاي ميلتينج وبيلينج عنده يا مستر جود كوندكتيفتي عنده إن هو ايونيز عنده كمان إن الريتوف كيميكا ريكشن فاست تمام نتكلم على حاجتين الجودات بتوع الترمدال أو بتوع شابتور فيل نتكلم على حكتين مهمين عندك ريحة أورجانيك؟ آه كراستاريستيك ريحة مميزة طب إي نورجانيك؟ لا لا مليش ريحة وارد طب إي حاجة أورجانيك بتولع وبتطلع طب إي نورجانيك؟ لا يا مستر ولو هبقى هبقى مبطلعش آخر حاجة بدوب في الماية؟ بدوب في الماية بشرط يكون عندي أو لها بس بشرط يكون معهم إي تشات يعني أو إي تش أو إي تش ساعتها دوب طب لو ما فيش يبقى مش هتدوب في الماية تدوب في أي حاجة تانية بقى بنزن كربون تيترا كلورايد إي سر أي حاجة طب إنت لا أنا بدوب في الماية كده إحنا خلصنا الكومبير اللي موجودة عندنا بعد كده عندي اكسبريمنت الاكسبريمنت دي هدفها الرئيسي إثبات أن الأورجانيك بيتكون من كاربون وهيجل تمام؟ فروحنا عملنا إيه؟ أولاً كده لازم تتعلم معايا الرسم عشان أتعلم الرسم أول حاجة بنعملها في الرسم في الكامستري إن إحنا بنشد خط الخط ده هو بيكون الترابيزة بتاعتنا تمام؟ طيب بعد ما شديت أنا وإنت خط قال لي يا مستر عايزين أروح أنا وإنت ونمجيين عاملين إيه؟ نمسح دي كده نمجيب كده بعد كده عايزة أبدأ أرسم الراجل ده بيتكون من تيوب على حرف اليو كده بس التيوب دي الفكرة إن إنت هتصغرها دلوقتي تمام؟ صغرت التيوب بتاعتي عايزين الخطوط تبدأ تلاوها نحن عايزين ألوان واحدة وبعدين وبعدين هقوم جاية عامل زي كيرف هنا كده دايرة بس مش هنقفل الدايرة هنسيب الدايرة إيه مفتوحة تمام؟ وبعد كده هننزل بالخط دميل والخط دميل تمام؟ ونرسم هنا فيزل نرسم هنا ايه فيزل كده ونخلي ايه الراجل ده ينزل كده جوه الفيزل ونحط هنا حاجة في مشكلة قال لي لأ مفيش مشكلة الاكسبرامنت دي بتتكون إن هنا بيكون فيه فليم تمام؟ فالفليم ده حضرتك بترسم النار بتاعته تمام؟ وده بيكون شكل الفليم وبعدين وبعدين الدنيا كده مفيش حاجة مسكها يعني يعني كده أنا حاطي التيوب فالتيوب دي هتقعة وجوهها تيوب تانية فكل حاجة هتقعة فبنحط زي استاند الاستاند ده عامل زي المشبك كده بالزبط هو بيبقى ليه بقين تمام؟ بق بيمسك من فوق وبق بيمسك من تحت تمام؟ فأكن ده البق اللي تحت ويلف من ورا التيوب يمسكها من فوق فهام؟ فيبقى أكن المنظر عامل كده إن هو التيوب هي في النص هي والراجل ده قادي التيوب هي تمام؟ فالراجل ده أكنه جاي من تحت كده وجاي من فوق فاهم؟ وهو بقى استاند نازل لتحت تمام؟ ففيه خط بنرسمه من فوق للبق اللي فوقه خط لتحت فأكن دي هي الحتة اللي مسكة من فوق ولفة وجاية مسكة كمان منين؟ وجاية مسكة من هنا من تحت تمام؟ وده الستاند كده إيه؟ اللي مسكة الدنيا دي كلها طيب وبعدين؟ وبعدين المفروض إن بيطلع من هنا جازز فأنت سايب الحتة دي مفتوحة والحتة دي مقفولة فما ينفعش لازم تقفلهم ليه؟ عشان الجازز تمشي جوا التيوب دي ما تطلعش بره فأنا وإنت بنقوم جاينا قفلين الحتة دي كده وقفلين الحتة دي كده تمام؟ ليه؟ عشان الجازز يبقى الديريكشن بتاعها جوا التيوب اللي أنا حطتها لها فعلا بقى نتكلم مع بعض الـ experiment دي بتتكون من إيه؟ قال لنا دلوقتي عايز أثبت إن الـ organic compound بتتكون من C و H فعشان أثبت إن الـ organic compound بتتكون من C و H ومت جاي رايح جايب organic compound حطيته هنا يبقى روحت أنا وإنت أجبنا إيه؟ organic compounds time وبعدين قال لي وبعدين روحت جبت black copper oxide روحت جبت إيه؟ black copper oxide black copper oxide ده دوره الأكسجن إن هو من الآخر كده يدي لو الـ organic فعلا بيتكون من C و H فيدي الـ carbon O ويدي الـ hydrogen O فبالتالي تبقى CO2 تبقى H2O يعني black carbon oxide ده أكينه oxidizing agent جاي يديني O فأنا في جد لو أنا كـ organic عندي COO فخلاص أنا هاخد الـ O من هنا وهتحاول CO2 وهاخد الـ H دي هتم جاي أخد O تتحاول تبقى H2O يبقى دلوقتي عملت إيه؟ روحت جبت هنا organic compound عايز أثبت إن هو فيه C و H بس جبت معاه black copper oxide اللي هو C و O ليه يا مصر الكابروكسايد دوره إيه؟ دوره إن هو يدي الـ organic compound O يعني من الآخر الراجل ده دوره يدي الـ O هنا هو هنا ده إيه C و H فهو فعلا لو فيه C و H فالـ C تتحاول تبقى CO2 والـ H تتحاول تبقى H2O أنا بقى دوري إن أنا أتعرف إن فيه CO2 H2O إزاي؟ قال لي روحت حطيت هنا أنهايدرس كابرسالفيت والأنهايدرس كابرسالفيت ده لونه ويد وليه آمية أنهايدرس يعني ناشف يعني زي بودرة كده فجبت هنا الأينهايدرس كابرسالفيت يعني معلم بما إن الراجل ده لونه بيض الراجل ده هو اللي بيتعرف عن مية وخلي بالك أنا بقول كلمة أنهايدرس دي يعني هو الراجل جاي ناشف ففعلا لو فيه مية تمام؟ وأنا بسخن فالمية تتحاول تبقى ووتر فيبر فالووتر فيبر يمشي هنا لو الراجل ده عدى عليه شام ووتر فيبر يتحاول لونه من ويت البلو فأنا وأنا وقف قدامي الأكسبيريمنت لو لقيت الراجل ده لونه بيض يبقى معنى كهة أن أنا عندي H2O ولو أنت عندك H2O يبقى معنى كهة أن أنت عندك H تمام؟ وجيت هنا حطيت الحاجة اللي هتتعرف على الكاربون دايكسايد اللي هي أكيد كلنا عارفينها لاي موتر يبقى لاي موتر دي عشان أتعرف على الكاربون دايكسايد إنما الكابرسالفيت عشان أتعرف على ال H2O وفعلا وخلال لما الأكسبيريمنت بدأت لقيت إن الكابرسالفيت اتحول لونه من white لblue ولقيت إن اللي هي احنا بنقول عليها تيربت تمام؟ تقول تيربت أو تيرن ملكي ما عنديش مشكلة فمعنى كده إن أنا عندي H2O ومعنى كده إن أنا عندي CO2 فمعنى كده إن الأورجانيك كومباوند في C و H طب إيه يا مصر اللي حصلت؟ تعالي أحكيلك هوريك الرياكش الأورجانيك كومباوند في C لما حضرهاك سخنت C اتفعلت مع الكابر اوكسايد تمام؟ فالO اتنقلت من الكابر اوكسايد للكاربون فاتحولت الكاربون وبقت كاربون دايكسايد اللي هو كاربون دايكسايد جاز والكابر طلعت لوحدها هنا 2O هنا واحدة O فحطت هنا 2 عندي 2C وفحطت هنا ايه؟ 2 كابر تمام؟ طبعا الكابر هنا موجود لوحده فهو كابر ايه؟ وبعدين قالي رحت جبت الـ H تمام؟ نفس الحوار اتفعلت مع الـ C و O الـ O راحت للـ H فاتحولت H to O والـ C U طلعت لوحدة هنا 2H ومتجها حطت هنا 2H to O طبعا بسبب ان انت بتسخن فهي H to O فالـ H to O وهي ماشية هنا خلت الراجل دا يتحول لونه من white لبلوه والكاربون دايكسايد كمل ونزل هنا فخل الـ Lime Water turn ايه؟ ملكي فبكده ناوينت اثبتنا ان الـ organic compound بيكون من C و H ازاي؟ رحت جبت الـ organic compound وحطيت معا ايه؟ حطيت معا black copper oxide حطيت معا ايه؟ black copper oxide دوره ايه؟ دوره اوكسدايزنج ايجنت يعني ايه؟ يعني يحول الـ C اللي عندي تبقى CO2 ويحول الـ H اللي عندي H2O فبما ان الـ C والـ H تحولوا لـ CO2 و H2O فانا عايز اثبت ان الحاجة اللي عندي فيها CO2 H2O مين الـ reagent او مين اللي بيتعرفوا عليهم؟ قالك واحد اسمه white anhydrous copper sulfate ليه anhydrous؟ لازم يكون ناشف معا هو مش ناشف هيبقى لونه ازرق فلازم يكون ناشف عشان يبقى لونه ابيض تمام؟ وانا حال تانية لائموتر لقيت الراجل white تتحول بلو ولقيت اللائموتر ترن ملكي خلاص يبانا كده مستر عندي CO2 عندي H2O الف مبروك تمام؟ وقمنا جايين مديناك الـ بتاعت الـ experiment اللي موجودة عندنا تعالى نشوف الـ experiment اللي موجودة بالـ steps بكل حاجة طيب بنقول هنا التكشن of carbon and hydrogen in organic compound طيب بنقول ايه الـ experiment heat organic compound with black copper oxide اللي هو COO تمام؟ then the produced gases passes on anhydrous white copper sulfate وإن لائموتر يبقى انا عديها الـ anhydrous copper sulfate والليموتر الـ observation لقيت ان الـ white copper sulfate turn into blue لقيت ان اللائموتر تربط تحولت ملكي يبقى الـ conclusion الـ organic compound contains C that oxidized in CO2 فيها C اللي تحولت CO2 وcontains H that oxidized in H2O اللي تحولت وبيت H2O وادي الـ experiment اللي انا كنت ارسمها لك طبعا اكيد الرسم هنا احلى يعني ماشي وادي الـ 2 equations اللي كنا بنتكلم ايه عليهم نيج انا وانت لاهم نوت موجودة الـ names بتاعت الـ organic compound الـ name بتاعت الـ organic compound بيعتمل على الاركام اللاتينية يعني ايه يعني واحد ما اسموش واحد وما الواحد اسمو ايه يا مستر واحد اسمو miss واتنين ما اسموش اتنين اسمو اس وتلاتة ما اسموش تلاتة اسمو prob يا مستر تعويزة دي ولا ايه معلش عشان قطري بقى ايه نستحمل بعض في الـ organic هي كلها كده miss واس وبروب تمام؟ يبقى miss هنحفظهم بالترتيب يلا قول معي miss is prob miss is prob وبعد كده بيوت وبنت طب بعد كده يا مستر بعد كده عندنا hex hept oct بعد كده عندنا ايه hex hept oct بعد كده non dick بعد كده ايه non dick ده كده من واحد لحد عشر يبقى قول ورايا miss is prob بص معي هناو miss is prob بيوت بنت hex hept oct non dick بتاعي تاني تاني miss is prob بيوت بنت hex hept oct non dick ليه يا مستر بتخليين اقول وراك قالي مهان بص لو انت معرفتش دول افل الفيديو وانا هقفل الكاميرا ونقفل البتاع ده كله ونمشي ليه يا مستر عشان هو ده الـ organic كله المس والاس والحقس ده لا ده مش حقس يعني دي اللاتين او اللاتين ووردز دي الارقام اللاتينية او الارقام باللاتيني اللي هي مهمة هي دي اللي احنا بنسمي بيها مش خدت بالك ان انا من شغلتك اسين اسان اسين مش خدت بالك ان انا قلتلك بروبان وبيوتان وهكسان مش خدت بالك ان الاسماء دي وانا بتكلم في اول الحصة ما انا مش ساحر لا انا اتعلمت زي زيك نفس الموضوع حفزتهم مس اس بروب بيوت بنت ها هكس ها ها هبت اوكت نون ديك خلصت العشر تمام يعني اجبار يحفظهم او مفيش فيها ما ينفعش تلغبط فيهم باصل يعني ما ينفعش يقول لك مثلا ان انت مش اخد بالك كام تمانية انت هتهزر كام ديك عشرة مس واحد طب بروب تلاتة بص دول مفهمش اوبشن ان انت تلغبط فيهم زي واحد اتنين تلاتة ما انت عارف يعني ايه واحد اتنين تلاتة لازم تبعارف يعني ايه مس وبس وبروب وهكذا الورجانيك اتقسم نوعي احنا عملين نقسم النهارة طيب قسمت الايه يا مستر قسمت الورجانيك لحاجة اسمها هايدرو كاربون وقسمت الحاجة تانية اسمها هايدرو كاربون قالي بكل بساطة هايدرو كاربون دي بتتكون من جوز ايه هايدرو كاربون كاربون دي يعني سي وهايدرو دي يعني اتش فمعنى كده هايدرو كاربون دي معناها سي و اتش طيب قم ليه هايدرو كاربون دريبتف تعال هايدرو معناها اتش كاربون معناها سي طب دريبتف اي حاجة انت بتقول اي حاجة ولا هي معناها اي حاجة لا هي معناها اي حاجة يعني ايه? يعني سي و اي حاجة تانية بقى. او ان كيه براحتك. يعني يا مستر. يعني من الاخ الارجانيك في منهم منوعين. حاجة اسمها هيدرو كاربون وده بارت وان. وبارت تو اسمهم هيدرو كاربون دريفتف. الهايدرو كاربون دول هما اللي بيتكونوا من سي و اتش بس. انما بتاعت الهايدرو كاربون هما بيتكونوا من سي و اتش واي حاجة كمان. يبقى الهايدرو كاربون هما سي و اتش. هيدرو كاربون دريفتف هما سي و اتش. وعشان كلمة دريفتف فمعهم ح كمان يبقى يا مستر اي حاجة مستر كمان بتكون موجودة معنا يبقى هي دي التأسيمة بتاعت الايه الهايدرو كاربون والهايدرو كاربون دريفتف تعال نشوف اكزامبل قول لي انت كده قول لي اتش ودي يعني يعني انت بص ويلا يلا مع بعض يعني اتش معناها هيدرو كاربون دي معناها هيدرو كاربون دريفتف الراجل ده لا الراجل ده اتش ليه يا مستر عشان هو مفهوش غير سي واتش طب اللي بعده لا ده دي يا مستر ليه عشان فيه سي واتش ومعهم حاجة كمان طب الراجل ده لا الراجل ده اتش مفهوش غير سي واتش بس الراجل ده لا ده اتش مفهوش غير سي واتش طب الراجل ده لا في حاجة تانية فالراجل ده دي فيه سيو اتش وحاجة كمان اللي هي الاو. طب الراجل ده فيه سيو اتش وحاجة تانية اللي هي الان يبقى دي. طب الراجل ده لأ سيو اتش بس يبقى راجل ده اتش. طب الراجل ده لأ فيه سيو اتش وحاجة كمان اللي هي سيقل في الراجل ده دي. يبقى مصر يعني ايه اتش? هايدرو كاربون. ده هايدرو كاربون عشان سيو اتش بس. ده هايدرو كاربون عشان سيو ايتش وحاجة كمان. ده عشان سيو ايتش وحاجة كمان. ده هايدرو كاربون عشان سيو ايتش بس. ده عشان سيو ايتش وحاجة كمان. بس كبه بسيط. هنتكلم مع بعض يا شباب على الجزء اللي بيخص بقى بارت وان فعليا. احنا كل ده اعتبر كان يا مستر. اه يعني مش حاجات بتعرفنا يعني ايه ارجانيك. فاحنا في بارت وان هنختص بدراسة حاجة واحدة بس او دراسة حاجة واحدة اللي هما الهايدرو كاربون. طيق. الهايدرو كاربون دول اتفقنا ان كلمة هايدرو كاربون بتتكون من two sections. كلمة هايدرو معناها ايتش. كلمة كاربون معناها سي. الهايدرو كاربون دول بيتكونوا من ايه او هما بيتقسموا الايه? قال لي بص بقى عشان التقسيمة اللي جاية دي او الجراف اللي هنرسمه اللي جاية ده مهمة تمام? بصة سي دي. الهايدرو كاربون دول بيتقسموا لحاجتين أساسيين. حاجة اسمها وحاجة تانية اسمها سألنا الناس يعني هي ويعني هي قالوا لي بصها هكلم يعني هكلمك بصيغة اللي هو حاجة زي طبيعة دهنية إنما زي طبيعة عطرية هتكلم معاك بقى في الحياة يعني حاجة حضريةك بتشمها أشهر حاجة مثلا زي النفسلن أو النفتلين بتاع الحمامات اللي هو زي الفنيك تمام الأليفاتك زيها زي الشمع عارف الشمع لما تمسك الشمع بإيدك كمش تحس إن الشمع دهني بالزبط هي دي الحاجات اللي بنقول عليها أليفاتك عندها طبيعة دهنية حاجات عاملة زي الشمع إنما الأروماتيك حاجات ليها ريحة زي النفسلن تمام سيبك من الأروماتيك دي وخليها على جمع هاجة نقول أنت نمسك الأليفاتك ده شخصيا هنقسمه نوعين مهمين جدا هنقسمه النوع اسمه حاجة اسمها cyclic ونوع تاني اسمه open chain حلو يبقى أنا قسمت الأليفاتك شخصيا لحاجة اسمها cyclic وحاجة اسمها open chain طيب open chain دي ساعات العلماء يقولك إن هي اسمها cyclic يعني cyclic آه دي معناها مش يعني مش cyclic يبقى cyclic هي هي open chain سيبك من cyclic دي خالص يعني يعني بص كل حاجة نرى أكتبها أنا جدينا هسيبني منها شوي يبقى أنا قسمت الهايدرو كاربون أليفاتك وأروماتك قسمت الأليفاتك شخصيا دلوقتي الحاجة اسمها open chain اللي هي أنا وانت اخدناها من شوية اللي هي كان اسمها straight وcyclic طيب الopen chain شخصيا اتقسم لحاجة اسمها unsaturated وحاجة اسمها saturated saturated سألنا الناس يعني ايه كلمة saturated قالك saturated معناها كلمة تشبع طب تشبع بايه طب انت بتتكلم على ايه قالك لأ مش هنتكلم انا وانت دلوقتي بس مهم ان الopen chain اتقسم لكم نوع نوعين حاجة اسمها saturated و unsaturated تبضلوا معنا يا جماعة ال saturated بيتقسم لنوع أساسي واحد اسمه الكين ال unsaturated بتتقسم لنوعين اساسي نوع اسمه الكين و نوع تاني اسمه الكين حلو ايه ده قالك ملكش دعوة ايه ده ملكش دعوة ايه ده ملكش دعوة انا وانت ماشيين بالترتيب طيب وبعدين قالي وبعدين انا هقولك الجنرال فورملا لو تفتكرها بتاعت كل واحد فيه قالوا لي ان الجنرال فورملا بتاعت الالكين هي سي ان ايه ده ander بلاس تو وبتاعت الالكين طول ما انت ماشي ينقص اتنين بتاعت الالكين هتبقى سي ان ايه ده ده شيلت اتنين بتاعت الالكين هتبقى سي ان ايه ده ده ان هشيل اتنين فهتبقى مينس 2 في مشكلة قال لي لا طب عوض برقم هعوض باتنين فلما تبقى الان باتنين فهتبقى c2 2 times 2 4 4 plus 2 6 يبقى c2 h6 طب تعال هنا عوض ب2 يبقى c2 2 times 2 4 يبقى h4 تعال عوض هنا عوض ب2 2 times 2 4 minus 2 يبقى 2 يبقى c2 h2 ايه ده قال لي هي دي مجال دراستي انا وانت الترم ده ان احنا عندنا دلوقتي اتقسمت لنوعين نوع اسمه الالفاتك واروماتك الالفاتك اللي هي الحاجات اللي زاد طبيعة دهنية اتقسمت شخصيا لنوعين حاجة اسمها open chain وحاجة اسمها cycle open chain ده شخصيا اتقسم لحاجتين حاجة اسمها saturated وحاجة اسمها unsaturated saturated حاجة واحدة chemistry saturated open chain حاجة واحدة اللي هو الالكين انما الانساتيوريتد نوعين الكين والكين طيب فالناس سألتني سؤال مهم تمام ايه السؤال المهم ده اشمع انا قلت على الحاجة اللي عندك هنا دي ان هي saturated قال لي saturated بسبب حاجة اساسية ان كل البونز اللي موجودة هنا هي كلها single بونز انما البونز اللي موجودة هنا بس ناخد الحاجات دي فوق كده وعلى جنبه عشان ايه تبيض عن هنا انما الحاجات اللي موجودة هنا كل البونز بتاعتها هي single يا راجل اه بس فيهم واحدة بتكون double على الاقل واحدة وهنا نفس الخلي بالك انا ماشي بقى دلوقتي بزود واحدة كل البونز اللي موجودة بتكون single بس بيكون فيهم واحدة او اكتر triple واحدة واحدة بس سيدي تمام انا هدلوقتي انا وانت مش هنفهم بس هنفهم كان شوي يعني يا مستر يعني عشان اقول على الحاجة اللي عندي saturated لازم كل البونز اللي موجودة تكون single امتى الحاجة تكون لو عندها بونز دبل او عندها بونز تريبل فبما ان ان الالكين عندها دبل فهي وبما ان ان الالكين عندها فهي ولو حبيت انا وانت نرسمهم هنرسمهم كلاتي انت عادي مدوخاني هنقم جايين رسمين ده مثلا لو جينا رسمناه ادي اتنين سي وادي الستة اتش لو جي ترسم ده ادي الاتنين سي وادي الاربعة اتش لو حبيت ارسم ده تعالى نرسمه هنا هيترسم بالمنظر ده ادي الاتنين سي وادي الاتنين اتش فبما ان ان الراجل ده عنده فهو بما ان الراجل ده عنده الدبل فهو بما ان الراجل ده كل البنز اللي عنده فهو فانا وانتم كن عارفين حاجة اسمها س59 سيجما هنزود عليه اس رابع فتبقى تمام يبقى مستر دلوقتي اليسات بقوا من اربعة ايه هم الاربع اسات اس اس Evet بالتالي يبقى هما كام I Bright بمثلا قصير يعني تشبع قللي تشبع في الكامستري بيكون بالإتشاد بمعنى إن المفروض السي دي على الطرف والسي دي على الطرف يعني دول ترمينالز ده دول الطرفين مفيش نص لو أنت عندك نقطتين مفيش نقطة في النص فبالتالي السيهات وهي ترمينال بيكون معهم ثلاثة إتشات فدي معها ثلاثة ودي معها ثلاثة فهم كاسة توريت من الآخر كده أقصى عدد ممكن السي تمسكه في الإتشات هو ثلاثة فلازم السيبق معها ثلاثة إلا إذا السي جات في النص مثلا بمعنى إن أنا عندي مثلا لو كنباوند بالمنظر ده السيهات اللي بتكون في النص أقصى عدد إتشات تمسكها تبقى تنين لكن السيهات اللي على الأطراف أقصى عدد إتشات تمسكها تبقى تلاتة عشان السي دي موجودة في النص فهي ما عندهاش اوبشن غير إن هي مسكة من هنا سي ومن هنا سي فعندها تو بوندس فاضين التو بوندس الفاضين دول لو تحط فيهم إتشات فالحاجة اللي عندك ساتوريت إنت لو جيت حطيت هنا دبل بوند فمعنى كده إن السي دي مسك فيها كان بوند خمسة دلوقتي فهتضطر تشيل بوند طب البوند هنا مسكة كام قال لي مسكة اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة فهتضطر برضو تقوم جايش هي البوند فانت كده شيلت إتش من هنا وشيلت إتش من هنا بسبب وجود الدبل بوند السي دي عشان تكون ساتوريتد المفروض يكون معها تلاتة هي معاش تلاتة دلوقتي هي معها كام اتنين السي دي عشان تكون ساتوريتد المفروض يكون معها تنين هي معها كام معها واحد فهي مش ساتوريتد يبقى الدبل بوند او تريبل بوند لما حضراتك بتحطهم بنضطر نشيل اتشات فلما بنشيل اتشات بنكون انساتوريتد يبقى التشبع او كلمة ساتوريتد معناها بالهايدر طب لو حطيت تريبل بوند فدي معها برضو خمسة فهمجاي منضطر اشيل اتش كمان اهو طب دي دي الوقتي اللي جنبها معاها كم؟ معها تلاتة اربعة خمسة فهمجايش ايه الاتش كمان اهو فكده السيل اللي في النص مبقاش معها اتشات اصلا وهي المفروض يكون معها اتنين اسمه انساتوريتد غير مشبع بالهايدر يبقى طول ما حضراتك بتحط دبل بوند او تريبل بوند فالكمباوند بيتحوله بيكون اوتوماتيك انساتوريتد يبقى بالتالي الكمباوند بيكون ايه انساتوريتد يبقى لو انا عندك البوندات كلها سينجل فبتكون سيجما فبتكون سترونج فبتكون ساتوريتد لو عندك دبل بوند او تريبل بوند فبتحوله وبتكون اوتوماتيك انساتوريتد طيب يا مستر المتفقين يبقى انا عرفت ان انا دلوقتي الالكين هو حاجة إنما الالكين هي حاجة إنما الالكين هي حاجة برضو تعال نكمل باقي الكلام بتاعنا وصلت انا وانت للسايكليك قالك السايكليك ده راجل حنين قوي والسايكليك ده كله بيكون ساتيوريت كله بيكون ايه مستر؟ ساتيوريت طيب السايكليك ده العيلة الوحيدة اللي موجودة فيه هي اسمها سايكليو الكين يبقى خلي بالك كلمة الكين 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 دي اسمها العائلات انا وانت هندرس عائلات دلوقتي زي العائلات اللي موجودة في الحياة انا مسلا اسمها عيلتي الشوكي خلاص ده عيلتي فاحنا هندرس عائلات انا الاول عيلة اسمها الكين تاني عيلة اسمها الكين تالت عيلة اسمها الكين فبما ان المفروض الساتيوريتد اللي عندي هو الكين وانت قلتلي ان السايكلك ده برضو فعشان كده سمناه سايكلو الكين يعني هو الكين بس على شكل دايرة ما هو مين اللي ساتيوريت الالكين بس لو خلينا الالكين دايرة يبقى اسمه سايكلو تمام الجنرال فورملا بتاعت السايكلو الكين هي سي ان اتش تو ان عوض بقى اي رقم تحبوا بس ما ينفعش اتنين ليه عشان لو انا عوضت باتنين سايكلو معناها شيء مقفول على بعضه لو انت معك نقطتين مستحيل تعرف تعمل بيهم حاجة غير خط لكن لو معك تلاتة تعرف تعمل بيهم مسلس تمام فعشان كده اقل رقم تقدر تعوب بيه عند السايكلو هو تلاتة فانا هعوب بتلاتة فهتبقى سي سري اتش سيكس تمام سي سري اتش سيكس ده لما بنيجي نرسمه بنرسمه كان قاتي كل البونس اللي موجودة سينجل فطالما كل البونس اللي موجودة سينجل فبالتالي الراجل اللي موجود عندي بيكون ايه بيكون ساتيوريت حلو تعالي نشوف بقى الاروماتيك قالك الاروماتيك ده مفهوش غير حاجة واحد مفهوش غير سايكليك ما اخلي بالك انا اول حاجة بقولها النوع فا هنا النوع مفيش اصلا غير سايكليك الراجل ده ما عندوش حاجة غير معندوش حاجة غير ايه مش بس كده الراجل ده والراجل ده العيلة بتاعته كلها اسمها اهلا با اسمها ايه العيلة كلها اسمها ايه طيب ايه الجنرال فورملا ما فيش جنرال فهم. طب ايه الاكزامبل يا مستر? قال لي الاكزامبل على الراجل ده حاجة اسمها سي سيكس. اتش سيكس. طيب. طب البونتس اللي موجودة جهوه عاملة ازاي? قال لي البونتس اللي موجودة جهوه الراجل ده بنقول عليها. ودابل يعني يا مستر تعال هرسم لك وهر ريلك. تعال نرسمه فين بقى? تعال نرسمه هنا الراجل ده. تمام? طيب الراجل ده عاجة انا وانت دلوقتي ايه? بنرسمه هنا. فالراجل ده بيكون بالمنظر ده. سي 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 وسي 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 مش كياه ستة? كياه ستة. يعني ايه سنجل? عند دابل اكز تشينج. يعني بوند سنجل بوند دابل. فالبوند دي سنجل فالبوند دي تكون دابل. البوند دي سنجل تعال نغير ايه? لون البوند دي سنجل فدي دابل. سنجل دابل. سنجل دابل. فكده دي دابل دي سنجل دي دابل دي دابل دي دابل دي دابل. حي. كده السي دي بقى لها كان بوند واحدة اهي. ودي واحدة ودي واحدة ودي واحدة ودي واحدة ودي واحدة. ما هي السي بتتمسك باربعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة. كده السي واحد اتنين تلاتة اربعة السيدي واحد اتنين تلاتة اربعة طب السيدي واحد اتنين تلاتة اربعة طب دي واحد اتنين تلاتة اربعة طب دي واحد اتنين تلاتة اربعة كده كل بوند او كل سي معاها اربعة وطبعا البوندات الفاضية دي فيها ايه اتشايف فبالتالي طالما عندي دبل بوند يبقى انا خلص فهو الراجل ده عشان فاحنا بنقول عليه ايه اتشايف اللي موجود قدامك ده اللي موجود قدامك ده هو اهم حاجة موجودة عندنا وانت النهارد لإه عشان أنى بجيب التعريفات بتاعت العائلات دي كلها لعيلة الالكين والالكين والالكين وعيلة الصايكلا والكين وعيلة الاروماتيع بنزن. بجيب التعريف بتاع الفامليز دي كلها من اللي موجود قدامك. يعني أنا عندي كام فاملي يكن جديد من الي اربعة فاملي اساسيين. تمام? وعندي الفاملي الخامسة دي هاخد انا وانت في الاخر اللي هو ايه البنزن ده هنفنيش بيه بارت يعني كله توتل عندي كان فاميلي خمسة فاميليز مين الخمسة فاميليز عندي الkyne 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 قول معي الkyne 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 عندي 사يكلو الkyne عندي aromatic penзы كان فاميلي خمسة الkyne الkyne alkane 사يكلو الkyne aromatic penзы يجي لي هين سؤال ويقل لي مين اللي saturated ومين اللي unsaturated العائلات الساتوريتد اللي موجودة عندي هم عائلتين الالكين والسايكلوالكين يعني كلمة الكين أساسية مع كلمة ساتوريتد يبقى مين الالكين والسايكلوالكين طب مين الانساتوريتد الكين الكين واروماتيك بنزل يجيلي جيفريز ويقول لي ليه الالكين والسايكلوالكين يعتبروا ساتوريتد كلمة ساتوريتد بتعتمد ان البونتس سينجل مستر الالكين والسايكلوالكين ساتوريتد عشان كل البونتس اللي موجودة سوقف الالكين والسايكل والالكين كلهم single. يجي لي جيفريزون ويقال لي الالكين والالكين انساتوريتد ليه? عشان الالكين والالكين عندهم يا اما دابل يا عندهم تريبل. اه كل البونس ممكن تكون single بس على الاقل في واحدة دابل او واحدة تريبل. يبقى انا وانت قسمنا الهايدرو كربون اللي حاكتين اساسيين. الافاتك ويه? اروماتك. سيبك من الاروماتك. تعال على الالفاتك. الالفاتك اتقسمت ليه? نوعين. اوبن شين وصايكليك. قسمت ليه? الابن شين وصايكليك. حلو. الابن شين قسمتها لكم حاجة? حاجتين. وانساتوريتد. الستوريتد نزل منها حاجة واحدة بس اللي هو الالكين. الانساتوريتد نزل منها حاجتين. الكين والكين. طيب. تعال على الجنرال فورمولا بتاعت الالكين. الالكين سي ان. اتش تو ان بلاس تو. الالكين نقص اتنين. سي ان اتش تو ان. نقص اتنين. سي ان اتش تو ان خلصنا دول تعال على السايكلوالكين الراجل اللي موجود عندي ده الاصدي السايكليك السايكليك ده مفوش غير نوع واحد اللي هو ساتيوريت الساتيوريت ده هو سايكلوالكين السايكلوالكين الجنرال فورملا بتاعته طب مستر عود بقى اي رقم تلاتة أجيب انا وانت بقى التعريف بص يا معلم لو انا وانت عايزيني جيب التعريف يا سيدي ابدأ يا عمي من تحت يعني انا لو عايز اجيب التعريف بتاع الالكين هبدأ انا وانت من تحت من هنا من كلمة ايه ساتيوريت دي بقى تعال اقول لي مين هم الالكين الالكين دول هم ساتيوريت د اوبنشين اليفاتيك هايدروكاربون يبقى اقول لي التعريف كده تاني مين هم الالكين ساتيوريت د اوبنشين اليفاتيك هايدروكاربون حبيت اجيب التعريف بتاع الالكين طب حبيت اجيب التعريف بتاع الالكين لقيت تعريف الالكين والالكين متشابه فاضطريت ازوج جزئين كمان ايه هما الجزء الخاص بالبونس والجزء الخاص بالجنرال فورملا يعني تعريف الالكين زي ما انا وانت قلنا انا قلنا ان هو saturated open chain aliphatic hydrocarbon تمام بس هزوج بقى حاجة in which it's general formula cn h2n plus 2 and all points are single points عايز تقول بقى sigma سترونج روشن الالكين هما unsaturated open chain aliphatic hydrocarbon in which it's general formula cn h2n and the points are single in which one or more is double كل البونس سنجل بس ممكن يكون فيه واحدة أو اكتر دبل تعالى على الالكاين أليفاتك خلي بالك ان كلمة سنجل ودبل وتريبل انا بتكلم على البونس اللي موجودة ما بين الكربون اللي هي دي اللي هي دي اللي هي دي اللي هي مثلا دي فين احنا رسمين تاني اهو احنا بنتكلم على البونس اللي بين الكربون ماليش دعوة بالبوندات التانية انا بتكلم على البونس اللي موجودة ما بين الكربون اتوم فمعنى ان انا بقولك ان فمعنى كده ان كل البونس اللي بين الكربون سنجل معنى ان انا بقولك ان هما سنجل وفي واحدة او اكتر دبل فمعنى كده ان البونس اللي بين الكربون كلها سنجل وفي واحدة او اكتر دبل لما اجي اقولك كلمة سنجل معناها ان كل البومس اللي بين الكاربون وواحدة او دابل اه واحدة او اكتر ما بين الكاربون برضو تمام ده كده مهم جدا مهم جدا 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 يبقى الهايدرو كاربون تقسمه ليه يقول معي الافاتك ويه الالفاتك قسمتها لكم حاجة حاجتين يا مستر اللي هي open chain و cycle الopen chain نفسه قسمته لكم حاجة حاجتين saturated ويه unsaturated ال saturated بينزل منه كم حاجة حاجة واحدة بس الكن طب الان saturated حاجتين الكن و الكن الالكن ال general formula بتاعته cn h2n plus 2 cn h2n cn h2n minus 2 البونس كلها بين الكاربون كلهم single معده واحدة او اكتر دابل كلهم single معده واحدة او اكتر دابل الcyclic كلهم saturated واسمه cycle الكن الفاميلي cn h2n ودينا ايجزام الاروماتيك بنزل مفيش غيره في الاروماتيك و unsaturated والبونس اللي جوه single and double x exchange حابب اتكلم معاك في كزا نقطة تانية فهنيجي تعالى بقى نجيب ده هنا كده تاني ونتكلم انا وانت دلوقتي على مثلا الاكزامبل اللي احنا كنا حطينه قدامنا بتاع مين انا مش عارف حاجز اتعرف على الفاميليز معاك هنا كل البونس اللي ما بين الكاربون single فالبونس اللي بين الكاربونية دي ودي single فمين اللي البونس بتكون ما بينهم single الكن طب مستر ما قولش عليه سايكلو الكن قال لي سايكلو دي معناها ان هو بيكون لافف معناها ان هي تكون حاجة مقفولة على بعض يعني مربع مسلا حاجة مقفولة طب مسلا 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 اني خصيمتك يوم لو هي بالمنظر ده هي كامش مقفولة لازم تكون مقفولة تمام يبقى شيل الكلام ده خلص هنا في بوند double فمعنى كان الرجل ده في بوند هنا triple فمعنى كان ده أنا عايز النهايات عشان النهايات هي اللي بتفرق معايا تمام اللي هي الصوفيكس بنقول عليه بيقول لك لا انا وانت حابين بقى نسمي الحاجات اللي قدامنا فوالله يا مستر انا وانت حفزنا شوية ارقام كده من شوية كان اسمهم مس واس وبروب وبيوت فاكرين حلو بيقول لك دلوقتي حضرك عشان تسمي اي حاجة في الارجانيك بتعدك كاربون اللي عندك انا هنا عندي كام كاربون اتنين روح شوف اتنين دي باللاتيني كام مس اس اتنين دي معناها اس حلو فمعنى كده ان اسم الرجل ده بيكون اس وبياخد نهاية عيلته يعني ايه نهاية عيلته الايلة دي بتنتهي بايه فمعنى كده ان الرجل ده بيكون اسمه اسان بيكون اسمه ايه اسان طب تعالى هنا عايزة اسمي ده روح شوف كام كاربون اتنين اتنين يبقى اس وياخد نهاية عيلته فيبقى اسين طب عايزة اسمي ده كام كاربون اتنين اتنين باللاتيني اس وياخد نهاية عيلته يبقى اسين وياخد نهاية عيلته بايه يبقى اسين في مشكلة في التسمية قال لي لا تعال ناخد اجزامبل تاني جاء الراجل المحترم والداني القاتي بقول لك ايه اي بوند فاضي معناها اتشات انا المهم بالنسبة لي البوندس اللي بين الكاربون كل البوندس اللي بين الكاربون هنا سنجل فمعنى ان البوندس اللي بين الكاربون سنجل فمعنى كان الراجل ده الكين عايزة سمي الراجل ده فعشان تسمي الراجل ده عد الكاربون واحد اتنين تلات اربعة خمس خمسة يعني ايه خمسة يعني بنت يا مستر ياخد نهاية عائلته ايه اني يبقى بنتان طب والله يا مستر جاي لي واحد بالمنظر ده لما جاي سمي ده يا مستر قال لي والله شوف عائلته مين كل البونس ما بين الكاربون سنجل بس فيه واحدة دابل يبقى العائلة دي يا مستر اسمها الكين اي اني اي طيب عايزة اسمي عد الكاربون واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة بلاتيني بيوت 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 يا مستر بيوت بيوت حلو قال لي بس ادي له بقى نهاية عائلته بيوتين اي اني اي ا bom راجل ده اسمه ايه بيوتين طبعا انا وانت هناخد التسماء احسن من كاب كتير بس انا وانت ايه بناخد كسور دلوقتي بما انه ده ف والله يا مستر عايزة تسمي لازم تكون عارف عدد الكاربون عارفت عدد الكربون حط النهاية بس دي الارجانيك بس يا مستر اه يا عمي بس كده عايزين ناخد انا وانت اكزامبل تاني بس باستعمال الجنرال فورملا سي ان اتش تو ان بلاس تو سي ان اتش تو ان سي ان اتش تو ان مينس تو سيبك من السايكلو عشان ما عادش بس يفكر لي فيه دلوقتي مستر دي كده بتاعت الالكين دي كده بتاعة الالكين واحد قال لي لا خليبا لك دي بتاعة الالكين او الصايكلو قلت لي عم لكش داعب الصايكلو انا عايزة لالالكين دلوقتي ودي كده بتاعت الالكين طيب عايز احط رقم واحد فلما حط واحد فايبقى سي واحد في اتنين باتنين في زائد اتنين باربعا يبقى سي اتش��가 فور فسي اتش فور دي هقوم جاي رسمها اتش 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 طيب عايز احط هنا واحد فحطيت واحد فهتبقى سي اتش تو فلما جيت ارسمها ادي سي وادي اتش وادي اتش احط واحد فواحد هنا بعد كيه واحد في اتنين باتنين نقص اتنين يبقى اتش زيرو يبقى عندي سي ما عنديش اتش ما اتش زيرو يعني ما فيش اتش اتش خلاص اتش وخلاص مراحل صفر ما فيش اتش ففي مشكلة كبيرة قبلتنا هنا جماعة اين مشكلة مستر اللي قبلتنا قال لي المشكلة اللي قبلتنا ان الرسمة دي السي ما سيكها 4 بونت صح الرسمة دي لقيت السي ما سيكها 2 بونت السي ما قصلها 2 ففيه 2 نقصين هنا السي ما حاش حد هنا السي وقفة لوحدها فعندها 4 بونت فاضين معهمش حد فواحد قال لي يا مسار طب ما انا هفترض معاك افترض حيله. ما تقوم جاي بالبوند دي. ماسك بيها اله. وجاي بالبوند اللي هنا. ماسك بيها اله. قلت له موافق. كده السي معاها اربعة. بس اله معاها كام اتنين. واله المفروض عندها كام دراعة واحد. فكام شاينف? فالافتراض ده فاشل. فكادي غلط وكادي غلط. فسنا العلماء الغلط فين? قالك الغلط دلوقتي انت اللي تجلعته بايدك التجربة هي اللي بتعلمنا مش البصنة يعني. يعني انت اللي تجلعت الموضوع بايدك. انا دلوقتي اول حاجة مستر الرسمة غلط والرسمة غلط. تاني حاجة غلط المفروض ان ده الكين. فالالكين المفروض يكون عندي double bond مبين الكربون آتومي والالكين يكون عندي triple bond مبين الكربون اتومي. فانا هنا يا مستر قصة ما عنديش غير واحدة كربون انت بتقولي المفروض يكون في دبل بوند ما بين الكربون يعني على الاقل لازم تحطيلي اتنين كربون عشان تحطوا بينهم دبل بوند طب ليه الشرط ده ما حصلتش هنا قال لي عشان الالكين الالكين بيتميز ان كل البوند اللي عنده سنجل سواء ما بين الكربون سواء ما بين اي حاجة تانية فنفعت معاه ان هو يكون عنده واحدة لكن عند الالكين والالكين ما ينفعش يكون عندهم واحدة كربوند بسبب ان هو بيقول لي لازم يكون فيه دابل بوند تاني سبب اللي انت استنتجته ان الرسم غلط انا لما جيت رسم رسمت غلط هنا مصدر مفيش اتشات مفيش حاجة وهنا فيه بوندين نقصين هنا اللي اربعة بوند فاضيين فبالتالي لقيتم بيقولولي ده غلط وده كمان غلط ولا يمكن حدوسه في الكامستري ان الالكين ما عندوش كربوناية واحدة لهو ولا الالكين بسبب ان الالكين محتاج دابل بوند وان الالكين محتاج تريبل بوند فعلى الاقل على الاقل الالكين يبدأ من اتنين كربون فيكون سي تو اتش فور جرب وقل لي تو تايمس تو فور جرب ارسم واحد اتنين فور يعني دي معها واحدة التانية ودي معها واحدة التانية انت بتقولي الالكين لازم يكون فيه دابل بوند ما بين الكربون فدي كربون ودي كربون يبقى بينهم دبل بونت. شوف كده مستر. السي دي معها اتنين تلاتة اربعة. السي دي معها اتنين تلاتة اربعة مزبوطة. طب تعال هنا. جرب اتنين. فلما حط هنا اتنين فهتبقى سي تو. اتش تو. تو تايمس تو فور ماينس تو تو. تمام? فلما ترسم ادي واحد اتنين. السي دي معها اتش والسي دي معها اتش. لازم يكون فيه تريبل ما بين اللي اتنين كاربون فدول اللي اتنين واحد اتنين تلاتة دي معها ثلاثة اربعة دي معها ثلاثة اربعة مظبوط لقيت ان هي تزبطت ولوحدها انت رسمت لقيت الرسمة مظبوطة ورسمت لقيت الرسمة مظبوطة يبقى الرسمة هي اللي دلتك على الاجابة ان انت لما جيت تعوض هنا بكربوناية واحدة لقيت ان الرسمة غلط وهنا بكربوناية واحدة لقيت الرسمة غلط بسبب ان فعلا الالكين والالكاين ما عندهمش اتم او ما عندهمش كربون اتم واحدة يبقى دلوقتي ساعة تيجي يقول لي لا الالكين ولا الالكاين ما عندهمش الكونباوند اللي عنده كربوناية واحدة ليه؟ بسبب ان الالكين محتاج تو كربونز على الال عشان يعرف يحط دبل بوند وان الالكين محتاج على الال اتنين كربون عشان يحط التريبل بوند واصلا عشان يكون في حاجة اسمها الكين شرطها ان يكون فيه دبل بوند يكون فيه سنجل بس على الال يكون فيه واحدة دبل يكون فيه سنجل بس على الال يكون فيه واحدة تريبل يعني من غير دبل بوند وتريبل بوند فهم مش هيبقوا الكين والكين كلهم هيبقوا الكين تمام يوم ما فيش كاربوناية واحدة عند الالكين ولا الالكين بسبب ان لازم يكون فيه double و triple فعشان يكون فيه double لازم يتحط حاجتين تمسكهم ب double لازم يكون فيه اتنين كاربون يتمسكوا ب double ما انا همسك ب double انت بتقول لي double ما بين الكاربون ما بين الكاربون كده محتاج اتنين تمام لو حبيت اسمي الراجل ده اسمي ايه قال لي مستر واحدة مس 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 اسمها مس واحد يعني مس الراجل ده تبع عائلة الالكين فيقوم جاي اخد ايه اني ايه يبقى اسمه ميسان يا مستر شفته عرفته الوقت ده انا عارفه الميسان ده كنت بحفظه زمان ومش فاهم الاسم ده جاب نين اتنين قلنا اسين وتلاتة اسين تعال انا وانت نرجع للمنزمة بتاعتنا كنا بنقول بقى شباب الجراف اللي موجود ده مهم جدا مهم جدا 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 ولازم تكون حفظه كل البونس الموجودة single إنما الآن هي الكمباون اللي بيبقى فيها واحدة double أو واحدة triple على الأقل يبقى مين هما الساتوريتد اللي هما تم جاء كاتب انتهينا مستر S S S S S S single sigma strong saturated single sigma strong ساتوريتد single sigma ساتوريتد single sigma ساتوريتد حرام عليك تنساه طب الانساتوريتد قال لي لا الانساتوريتد دول اللي هما بيبقى عندهم double أو ايه أو triple بيقى لي كل البونس اللي بين الالكين والسايكلوالكين طب ليه مثل الالكين والالكين are unsaturated علشان الالكين والالكين عندهم double أو triple ما بين الكاربون آتوم وده بيسبب ان هما يكونوا unsaturated عندي مقارنة ما بين الالكين والالكين 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 الالكين مهم جدا تبقى عارف ان هما اسموهم parafens وكلمة parafens دي جاية من كلمة saturation ان parafens دي باللاتيني معناها تشبه برضو ان الناس دي متشبعين تمام oliphens ولما نوصل للالكين بنقولك يعني oliphens واسيتيلينز برضو بنوصل للأسيتيلينز هنبقى نقولك كيف انا عندي الالكين والالكين والالكين ليهم اسماء قديمة شوية يعني ايه يعني هم اسماء قديمة اوي كانوا بيقول عليهم كياه زمان كانوا يقول علي الالكين parafens والالكين oliphens والالكين acetylene الtype بتاع الcompound في الcomparison اللي موجودة عندي فالالكين بيكون saturated انما الالكين بيكون unsaturated انما الالكين بيكون unsaturated برضو طب الtype of points البونس اللي موجودة هنا كلها سيجما بونس طب البونس اللي موجودة هنا كلها سيجما معادة في واحدة باي على الاقل عشان هنا double يبقى البونس اللي موجودة عند الالكين هي بيبقى كلهم single معادة واحدة double او اكتر فعلى الاقل عندك واحدة باي بوند الالكين كلهم single معادة واحدة triple صح؟ ما هي triple دي معناها ايه؟ معناها يا مستر باي باي سيجما يعني على الاقل لازم يكون فيه اتنين باي بعد كده general formula cn h2n cn plus 2 وهنا cn h2n بس وهنا cn h2n minus 2 بعد كده الصوفيكس النهايات الراجل ده بينتهي بa n e الراجل ده بينتهي بa n e والراجل ده بينتهي بa n e الاجزامبلز مثان يعني واحدة كربون eeshan اتنين كربون propane تلاتة كربون بيوتان اربعة كربون هنا مفيش حد ميس ليه؟ محدش عنده كربوناية واحدة وهنا برضو مفيش حد عنده كربوناية واحدة فهنا بنبدأ من اتنين eeshan propane بيوتين ساعة نقول عليهم eesiline propylene بيوتايلين وهتفهم الكلام ده بعدين الراجل ده اسمه eeshan propane وبيوتاين فيه في الالكين عد عنده one carbon اه الميسان موجود is present طب في الالكين is absent ليه يا مستر مفيش الالكين الالكين ما عندهش حد عنده كربوناية واحدة ليه؟ بسبب ان على الاقل لازم يكون فيه اتنين كربون عشان تحط ما بينهم الدبل بون نفس الموضوع هنا is absent because triple بون needs to كربوناية at least لازم تحط تلاتة كربوناية اتنين كربون عشان يبقى فيه ما بينهم التريبل بون عايز يتكلم معي على الكميكا الاكتيبيتي قال لي والله يا مستر اللي حايب تتكلم عن الكيميكا الاكتيبيتي موضوع سهل وبسيط جدا قال لي والله يا مستر الالكين كل البونس اللي عنده single فكلهم sigma فسيجما كلهم strong فstrong دي معناها ان هو صعب يتكسره فصعب يتكسره يبقى صعب يعمله reaction فصعب يعمله reaction يبقى هم not kemically active الناس دي ما بيعملوش reaction ما عندهمش activity فبنقول relatively inactive الناس دي كلها relatively inactive because all the points are strong sigma bones that are difficult to be broken البونس كلها sigma صعب تتكسر طب لما يجي على الالكين لا الالكين عنده واحدة باي واحدة سيجما فالباي سهل تتكسر فمعنى كان الراجل ده ينفع يعمل شوية reaction على عكس ده ده ما عندهش option لكن عنده option عنده option ان هو يكسر دي فيعمل شوية reaction فبنقول هنا active because they contain one week by bond easily broken عنده واحدة باي بون سهل ان هي تتكسر طب تعالي على الالكين بص بقى الالكين باي باي سيجما يا مستر يعني ايه باي باي سيجما اتنين باي واحدة سيجما يعني يا مستر يا حلوة reaction هكسر واحدة وادلع واكسر التانية فانا كده عندي اتنين اكسرهم فمعنى ان انت عندك اتنين تكسرهم يا معلم يبقى انت هتعمل reactions بالهبل فبنقول مش ان هم active ده بنقول ان هم very active ليه very active انا هكسر اتنين انا هكسر واحدة فالناس دي very active ليه اتنين سهلة جدا ان هم يتكسروا. وتبقى ديت الالكين ما بيعملوش اكشنز اصلا يعتبر. انما الالكين لا لا اكتف شوية عشان عندهم واحدة باي. انما الالكين بقى يا ها سلام. لعندهم اتنين باي فدول اكتف. بعدك يا شباب عندنا الالكين او اول حد او اول فاميلي موجود عندنا. احنا هندرس الخامسة فاميلي الكين 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 سايكلو الكين اروماتيك بنزن. احنا هنبدأ باول فاميلي عندنا اللي هي الفاميلي بتاعت الالكين. لو حابين نجيب التعريف هنبدأ من تحت الفوق. الالكين هما ساتيوريتد ها اوبين تشين اليفاتيك هيدروكارب. ساتيوريتد اوبين تشين اليفاتيك هيدروكارب. اديني الحتة بتاعت البوند. ان البونس الموجودة سينجل ما تدينيش جنرال فورملا كده كمان. وتتكلم معايا على الكمان بتاعهم او اسمهم القديم. قلنا ان اسمهم القديم ايه? برافينز. ان اسمهم القديم برافينز. وان البونس السينجل بتعتبر سيجما بوند. تعال كده نحط كل حاجة. ار ساتيوريتد اوبين شين اليفاتيك هيدروكاربون. ان ويتش ازا كاربون اتم كمباين توجيزر باي سينجل كوفيلان بونس. او زا سينجل بونز ار سيجما بونز. ان كومان نيمو فالكينيس برافين. اسمهم القديم برافينز. ان اتس هابة جنرال فورملا سي انه. بلاس تو. فانا وانت هناخد الجنرال فورملا دي. وانشيل الان ونبدأ نحط فيها ارقام من واحد لعشر. فلما بدأ انا نجرب الموضوع ده لقينا ان الجدول ده طلق معنا. يا ها مش هنحفظ حاجة فيه طبعا. ليه? عشان انا وانت معنا الجنرال فورملا ما احنا اللي بنعوض. فلما اجي انا وانت هنحط واحد فيبقى واحد وان بلاس اه تايمز تو يبقى بلاس تو فور يبقى سي اتش طب تن. لما حط تن. تن تن تايمز تو توينتي بلاس تو توينتي تو. يبقى سي تن اتش توينتي تو. طب تعال يا مستر عايز ارسل اللي هو مرسوم هنا. تعال يا عام نرسل ايه المشكلة? مش انا معايا سي ان. اتش تو ان بلاس تو. اهو يا مستر. طب يا عام حط تلاتة. فلما حط الان بتلاتة يبقى سي سري. او عتنسى ان الان ده هو number of carbon. ده عدد مين? الكربون. فلما حط الان بتلاتة. طب تعال بقى تلاتة في اتنين ستة. ستة واتنين تمانية يبقى اتش كام? اتش ايت. عايز ارسمو يا مستر. ايه المشكلة? حط تلات سي هات جنب بعض. واحد. اتنين. تلاتة. الالكين بيتميز بايه? ان الكربون مسكين بعض بسنجل بوند. بقى لها كام بوند? بقى لها تلاتة. واحد. اتنين. تلاتة. بقى لها كام بوند? مسكها اتنين. بقى لها اتنين. ما دي? مسكها واحدة بقى لها تلاتة اهو. وكل البندات الفاضي دي حطيلي فيها اتشات. يا سلام يا سلام يا مستر. ايه السهولة دي? اهو. ايه يا عم انت مصعبة على ايه ده? ليه? طب بقول لك ايه? ما تيجي نحط فور. ما تيجي نحط فور. خلي الان بفور. يلا يا مستر. فور تايمس تو ايت. ايت بلاس تو تن. اهو. طب ما متى اتاكد يا مستر. متى اتاكد من هما تلاتة سي وتماني اتش. تلات سيهات واحد اتنين تلاتة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. مستر. طب الاتشات تماني. واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تصدق مسبوطة? اه. طب عايزة سمسي فور اتش تن. ممكن تقول لي اعمل ايه? هحط اربعة سيهات جنب بعض. اهو. 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 مستر الالكين بيتميز بيه? ان البونس اللي بين السي كلها سنجل. فتخلي السي يمسكوا مع بعض بسنجل بوند. واسأل نفسك سؤال. دي بقيلها كام? مسكها واحدة بقيلها تلاتة. واحد اتنين تلاتة. مسكها كام دي? اتنين بقيلها تنين. اهو. مسكها اتنين بقيلها تنين. مسكها واحدة بقيلها تلاتة. والبوندات الفاضية خط فيها اتشات. تعال انا عدد. تعال انا مستر مزبوطة طب الاتشات يا مستر واحد اتنين ما هي كل البندات الفاضي دي اتشاتها فكاها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر اتشات مزبوطة يا مستر صعبة ولا فيها حاجة طيب عايزك تاخد بالك ايه الفرق بين اللي فوق واللي تحت قال لي والله في الرسمة لو جيت بصيت على الطرف اللي هنا فهتلاقي ان الكربوناية دي عبارة عن سي وتلات اتشات صح فدي عبارة عن سي وتلات اتشات الكربوناية اللي جنبها عبارة عن سي اتش تو صح الكربوناية اللي جنبها عبارة عن سي اتش تو الكربوناية اللي على الطرف يا مستر عبارة عن سي وتلات اتشات اهو فالكربوناية اللي على الطرف هنا عبارة عن سي وتلات اتشات يعني لو خدت بالك كل حاجة موجودة هنا هي كل حاجة موجودة هنا بالزبط الغفار في حاجة واحدة بس في حاجة واحدة بس زادت ان ده بيبدأ CH3 وده بيبدأ CH3 ده بينتهي CH3 وده بينتهي CH3 ده عنده واحدة CH2 وده عنده واحدة CH2 مش ده C واتنين H يبقى اسمها CH2 تمام انما يا مستر الراجل اللي تحت ده زيادة عن الراجل اللي فوق بواحدة CH2 بواحدة ايه CH2 حال وقاوي تمام خلي بالك الراجل ده انا ممكن ارسمه كلاتي مش ده CH3 انا صغر القلب فCH3 دي احنا ممكن نقوم جايين كبنها CH3 اللي جنبها C ومعها اتنين H يعني CH2 فعمل بوند وقوم جاي كاتب CH2 اللي بعده ده مش CH3 فتقوم جاي عمل بوند وعمل CH3 قول لي انت عمل اللي تحت ازاي مش دي CH3 اهي CH3 بوند اللي جنبها ايه CH2 طب اللي جنبها CH2 برضو طب اللي هناك خالص CH3 اهو فانا بدل من اطلع البوندس كده ممكن اقوم جاي لامم الدنيا كده اياش انا اوفر في الورع بتاعتي تمام؟ اللي هو المنظر اللي احنا عاملينه هنا ان احنا كاتبين CH4 او CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 ده اللي انا وانت لسه كنا رسمينه من شوية تمام؟ قلنا ان الراجل ده CH3 ودي CH3 دي CH3 ودي CH3 دي CH2 ودي CH2 فالفرق بين الراجل ده والراجل ده واحدة CH2 طب بقولك ايه هم تلات سيهات تلات سيهات تلاتة دي باللاتيني معناها ايه تلاتة باللاتيني معناها بروب حطيلي النهاية يبقى اسمه بروبان طب اربعة مثل اربعة معناها ببيوت باللاتين مش دول اربعة سيهات وحطيلي النهاية يبقى بيوتان طب بقولك ايه ما تيجي اسألك حاجة تاني ايه الفرق ما بين ده وده فواحد قال لي بصها مستر دي سي اتش سري ودي سي اتش سري دي سي اتش سري ودي برضو سي اتش سري دي سي اتش تو ودي سي اتش تو دي سي اتش تو ودي سي اتش تو قال لي اصدق يا مستر اصدق ان انت وانت نازل او انت عمال تزود واحدة سيه لما كنت تلاتة بقت اربعة بقت خمسة فانت بتزود السي دي معها اتنين اتش ايه مش هنا سي سري زودت كام سيه واحدة بص زودت كام اتش اتنين بص هنا هنا كام سيه اربعة بقوا خمسة يعني زودت واحدة سيه بص كانوا كام اتش احشرة بقى مكام اتناشر. يعني زودت اتنين اتش. يبقى انا بزود سي ومعها اتنين اتش. اللي هي اسمها سي اتش تو اهو. اهو. اللي هي دي. اللي هي هنا هي. هنا زودت سي اتش تو. طب بص تحت. هتلاقي ان كل حاجة متشابهة. اهو. وهو. هتلاقي ان في فرق واحدة ايه? سي اتش تو. نفس الكلام بص. 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 اهو. 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 بص. بص. دي اهي. واحدة سي اتش تو. اللي بعده. اهو. 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 اهو يا مستر. واحدة وهي. واحدة ايه? سي اتش تو. يعني الفرق يا مستر كله بيكون في واحدة سي اتش تو. السي اتش تو دي في الكامستري يطلق عليها اسمها ميسايلين. ميس واي ال اي ان اي. سي اتش تو دي معناها ايه? معناها سي ومعها اتش ومعها اتش. فكده السي بقى لها بوند وبوند. السي اتش تو دي دايما بتيجي في النص. يعني كلمة ميسايلين دي. الميسايلين دي دايما بتيجي في نص الكمباوند. بتمسك من هنا في سي وتمسك من هنا في سي تانية. تمام? زي ما انت شايف كده هنا. السي اتش تو مسكة من هنا في سي. يعني مسلا دي مسكة من هنا في سي ومسكة من هنا في سي. السي اتش تو دي هي حاجة بتيجي في نص الكمباوند واسمها ايه ميسايلين. العلمة بتاع الكامستري حابه يحطه تاتش لذيذ او يعني حاجة عادية جدا. قال لك مسلا قلت له جميع. قلت له بتولف مولار ماسة. قال لي ما تيجي تحسب لي المولار ماسة بتاع السي سري اتش ات. قلت له هنا. لما اجي حسب المولار ماسة اقول سري تايمز تولف. بلاس وان تايمز ايت او اي تايمز مش فرقة. دي اه كده سيرتي سيكس سيرتي سيكس معناها فورتي فور. يعني ده لما نحسبه هيطلع المولار ماس بتاعه فورتي فور جرام برمول. تقول له حلو. قال لي طب ما تيجي تحسب لي الماس بتاع سي فور اتش تولف. تقول له من عيني. فور السيب تولف يبقى فور تايمز تولف. زائد وان تايمز تولف. دي معناها فورتي ايت بلاس تولف. فورتي ايت بلاس تولف معناها سيكستي. دي بقى دي تلعت سيكستي جرام. قال لي طيب. اه لا مش سي فور اتش تولف انا عاسف يا شباب. سي فور اتش تين. ما عشان احنا سي انتش توين بلاس توم معلش انا كتبت ايه تولف دي غلط. فلما نيجي نحسب بقى هتبقى وان تايمز كامل. وان تايمز تن. فوان تايمز تن معناها فورتي ايت بلاس تن. فهي معناها ففتي ايت. معناها ففتي ايت جرام في مشكلة قال لي لا. ففي عالم قال لي انا مش حابي بحسب سي فور اتش تين بالطريقة دي. قلت له طب عايز تحسبها ازاي. قال لي هو ايه الفرق ما بين سي سري اتش ايت وسي فور اتش تين. قلت له والله سي سري دي زادت سي واحدة. والاتشات زاده اتنين. يعني الفرق ما بين الراجل ده والراجل ده ان انا زودت واحدة اسمها سي ايتش تو. السي ايتش تو دي اللي احنا بنطلق عليها اسم ايه? اسم ميسايلين. اسمها ايه? ميسايلين. طيب. قال لك طب ما تحسب الماس بتاع الميسايلين ده بكامل مولر ما اسأل لي يا مستر حاضر السي بتولف زائد الاتش بون. وهم اتنين يبقى طيب ستو. فمعنى كده ان الميسايلين دي الماس بتاعها. فورتين جرام برمول. قال لي خلاص. مش انت حسبت الماس بتاع الراجل ده. قلت له اه. قال لي ما تروحش بقى تحسب الماس بتاع الراجل ده بالطريقة دي. ليه? قال لي يزود عليه فورتين. قلت له ليه? قال لي ما هيه الفرق بين هنا وهنا? مش دي تلات سيهات لكن دي اربع سيهات. يعني اللي تحت ده زيادة بسي واحدة. قلت له اه. مش دول تمن ايتشات ودول عشر ايتشات. اه. يعني الفرق في كم ايتش? اتنين. يعني معنى كان الراجل اللي هنا ده اكتر من اللي هنا بسي واتنين ايتش. يعني اكن ده. اكن سي فور ايتش تين ده. اكن سي سري ايتش ايت. زائد واحدة سي واتنين ايتش. ما انت لو جمعت هتقول كده والله يا مستر. تلات سيهات وواحدة اربعة تمانية واتنين عشرة. فقال لك خلاص بدل ما تروح تحسب الماس بالطريقة دي. انت حسبت ماس ده صح? مش تلع معاك بفورتي فور. قول ان هو فورتي فور. زائد الماس بتعديل اللي هي كم? فورتين. تطلع معاك ففتي ايت. بص كده دي بكم? بص دي كده بكم? ففتي ايت. اي انا مش فاهم يعني انت عايزي ورا حاجة. يعني ايه? يعني ساعدتي يقول لك بقول لك ايه ما تحسب ليش مولار بس الطريقة دي. حسبه لي الطريقة حاضر يا ام ايه مشكلة. هحسب مولار ماس ده وزود على اربعة عشر. بقى لاش? قال لك انت مش حسبت السيفور ايتش تين ده بففتي ايت جرام برمول. قلت له وقال لي حسب لي سي سيكس. بلاش سي سيكس. سي فايف ايتش تولد. قلت له اوكي? هحسب لك سي فايف ايتش تولد. قال لي ومش اايل لك السي بكام والاتش بكام. بس اايل لك الماس بتاع ده واايل لك ان الماس بتاع السي ايتش تو بفورتين. انت كده كده هتحفظ ان الماس بتاع الميسايلين ده فورتين. فسألتك ايه الفرق بين ده وته? قلت لي ده اربعة سي ده خمسة سي. فمعنى كده انا زودت هنا سي ده عشرة وده اتناشر يبقى انا زودت سي واتنين اتش يبقى انا زودت سي اتش تو فمعنى كده سي فايف اتش تويلف دي اكنها سي فور اتش تن زائد سي اتش تو فممكن اقول يا مستر زائد تطلع معايا يا مستر سيفنتي تو جرام برمول اللي هي لو انت روحت حسبتها هتقوم جاي قايل تولف تايمس فايف هتطلع معايا سيفنتي تو برضو تمام؟ يعني انا ممكن احسب المولار ماس من واحد يعني انا لو حسبت المولار ماس بتاع اللي هو انا حسبته معايا بفورتي فور من شوية طول ما انا عمال انزل لتحت هزود فورتين كده انا بقيت سي فور اتش تن هزود فورتين فكده انا بقيت سي فايف اتش تولف هقوم جاي مزود فانا كده بقيت سي سي سكس اتش فورتين وهكذا بدل ما عده احسب مولر ماس فانا حسبت واحد وعده ازود على الواحد ده 14 14 14 14 بدل ما راح عده عمل تايمز وتايمش هارف ايه تمام قال لي تمام مام هيوكي حاضر ماشي تمام ماشي خايل طيب بيقلك تاني حاجة استنتجناها من القصة اللي موجودة قدامك دي ان العيلة دي مرتبطة ببعض جدا وارتباط باين اوي ان كل واحد بيزيد عن اللي بقى اللي قبله بCH2 فاللي حصل ده بيخلينا نطلق عليهم اسم والاسم ده اسمه هومولوجينيس سيريس اسمه ايه هومولوجينيس سيريس يعني ايه هومولوجينيس سيريس يا مستر يعني من الاخر كده اللي بيحصل عندك ده متجانس كلمة هومولوجينيس او كلمة هومو دي معناها متجانسة فهنا انا شايف ان فيه تجانس وحتى انت اكيد اخذ بالك ان المنظر ماشي سيمتريك جدا لدرجة ان انت ممكن ترسمه هارم مزبوط يعني هارم مزبوط بكل خطوطه الخط ده هيبقى ماين نفس الميل بتاع الخط ده وتحت هتبقى شادد نفس الخط جايب الانجلز مزبوطة تمام اكولاتورال تريانجل بتاعلي ولا مش عارف اسمه ايه مهم يعني ما علي انا مش مدرس ماسه ان هو ايه مش فاكر كان اسمه ايه انت هو ابقولولي في الكومنس اسمه ايه المهم ان انت من الاخر فيه تجانس هنا ان كل واحدة بتزيد عن التانية بCH2 انا شايف قصلا قدامي المنظر يعني قدامي في الفيديو شاكله باين قوي ان هي حلوة يعني مسلس حلو فمعنى كده ان CH2 ده خلانا نقول ان السيريس دي اسمه هومولوجينيس سيريس طب ايه هي الهمولوجينيس سيريس دي قالك الهمولوجينيس سيريس هي معناها ان في عيلة بيكون عندها نفس الجنرال فورملا بس كل ايلمنت او كل ممبر في الفاميلي دي بيزيد عن اللي قابله بواحدة CH2 هل ده حصل قال لي اه اهو قال لي والله يا مستر انا اللي انا شايفه قدامي ان العيلة دي اسمها الكين فالعيلة دي عندهم نفس الجنرال فورملا ده رقم واحد يعني او الشرط الاولاني تاني شرط هم فعلا كل واحد بيزيد عن اللي بعده بCH2 فبالتالي فبالتالي يا مستر كده العيلة دي تقال عليها ايه? في واحد قال لي بقولك يا مستر انا مش شافة ب wrath2 تعالي بص الده من هنا واحدة سيبه قمر اتنين صح? اربعة بقم ستة وبزودته واحدة واثنينة بقى يعني هي باينا هنا بس مش باينا هنا تمام? هتبع معك اوي في الرسم من اول تلاتة لحد تحت لكن هنا مش باينا في الرسم بس باينا هنا واحدة سيبه او ام اتنينة بزودته واحدة اربعة اتش بقم ستة بزودت اتنين. ماشي? يبقى هي الهومولوجينيور سيريوس معناها مجموعة من الميمبرز او مجموعة من الماليكيولز عندهم نفس الجنرال فورملا وكل واحد بيزيد عن اللي قبله بواحدة سي اتش تو. فده بيقدي ليه? بيقدي ان هما بيكون بتاعتهم جريادولي. تعال احكي لك. انا دلوقتي حد يعرف بتعتمد عليه? اه? قال لي اه. البويلينج بوينت. بتعتمد على المولر ماس. فتعال كده نبص انا وانت على السي مسلا سري اتش ايت. ولما حسبنا المولر ماس بتاع السي سري اتش ايت كان طلع فورتي فور جرام برمول. تعال نبص على السي فور اتش تن. ولما حسبنا المولر ماس بتاعه طلع ففتي ايت جرام برمول. تعال نبص على السي فايف اتش تولف ولما حسبنا المولر ماس بتاعه طلع سبنتي تو جرام برمول. بيقول لك البويلينج بوينت بيحصل فيها انكريزنج طول ما المولر ماس بيحصل فيه انكريزنج. فانا اللي انا شايفه قدامي ان انا طول ما انا نازل من فوق لتحت فالمولر ماس بتاعي يا مستر بيحصل فيه عمليات انكريزز. فبالتالي هيقدي ان انا وانا نازل من تحت الفوق فالبويلينج بوينت هيحصل فيها يبقى هنا مستر بتبدأ تزيد بسبب زيادة المولار ماس متفقين قال لي متفقين مش بس كده ده انا شايف ان الزيادة اللي بتحصل هي زيادة يعني منتظمة يعني ايه زيادة منتظمة انا شايف ان هما بيزيدوا 14 فزيادة البويلينج بوينت بنسبة كبيرة هتكون منتظمة مش نفس الانتظام طبعا بس هتكون منتظمة برضو شوية يبقى ايه اللي بيحصل انا من فوق كانت البويلينج بوينت قليلة ليه عشان المولار ماس كان قليل طول ما انا عمل انزل لتحت ايه اللي بيحصل المولار ماس بيزيد فالبويلينج بوينت بتبدأ تزيد فده بي نقول عليه ان الفيزيكال برو بيرتز بيبدأ يحصل فيها عملية جراديواشن او بتكون جراديوالي يعني ايه جراديوالي يعني تدريجيا البويلينج بوينت بتقط تزيد تدريجيا ما بتزيدش مرة واحدة وما بتقلش مرة واحدة لأ في زيادة في البويلينج بوينت تدريجيا والبويلينج بوينت دي تندرج تحت كلمة physical properties فالphysical properties بتزيد تدريجي فالchemical properties زعلت مني وهو انت ازاي تتكلم على physical ومتتكلمش علي قلت له طيب تعال نتكلم على chemical هل الchemical properties هيحصل فيها حاجة فواحد قال لي آه تبقى graduate ولي برضا قلت له ليه قال لي هو الphysical properties اعتمد اتعوها المولر ماس بس الchemical property بتعتمد علي قال لي الchemical properties من شوية مستر انت قلتلي ان هي بتعتمد على ال bond وال bond اللي موجودة عند العلة دي كلها هي single وطالما ال bond single فهي sigma فطالما هي sigma فهي صعبة الكسر فهي صعبة الكسر عند ده وصعبة الكسر عند ده يعني انت مش هتعرف تكسر هنا الاربع bonds اللي موجودين ولا هتعرف تكسر هنا ال 31 bond اللي موجودين تمام عرفت منين ان هم 31 bond قال لي عندنا القانون كده اسمه السريق N plus one ده بنعرف بيه عدد السigma bonds تمام فما علينا يعني من القانون ده بس ايه انا عرفت ان هم ايه 31 وهمة 10 10 في 3 زائد 1 و 31 بوند يعني فهنا هم 4 بوند وهنا هم كام 31 بوند تمام فحتى لو جربت هنا سري ان بلاس 1 لما تحط السيب 1 تأتي في 1 بتلاتة زائد 1 اربعة عشان كي بقولك ان الاربعة هنا دول اربعة سجمة وبقولك ان هم هنا 31 سجمة تمام يعني لو حتى فكتولك ورسمتولك لقى 31 فهم هنا 4 سجمة وهنا 31 سجمة الاربعة دول مش هيكسروا والو 31 مش هيكسروا فلو ده بيعمل ري اكشن ده هيعمل نفس ري اكشن. لو ده ما بيعملش ري اكشن فده مش هيعمل نفس ري اكشن. عشان البوند اللي هنا هي هي البوند اللي هنا. فبالتالي الكيميكة بتكون زسامي. بقى اي هي جمعلي بقى الكلام كله هглядية السيريوس ده هي مجموعة من الماليكول بتتميز بأن هي بيكون عندهم نفس الجنرال فورميلا ده رقم واحد وده حصل في الالكين بتتميز انه هم بيبدأوا يزيدوا تدريجيا بواحدة سي اتش تو وده حصل في الالكين بيبدأوا الفيزيكال بروبرتس بتاعتهم تزيد تدريجيا وده حصل في الالكين بيبدأوا يا مستر او مش بيبدأوا بيكون عندهم نفس الكيميكال بروبرتس وده حصل في الالكين فده بيخلينا نقول على الالكين يا جدعان هوموليجينيوس سيريوس يبقى هي الهومولوجينيش سيريس بنقول هي مجموعة من الكمباونز الشرط الاول اهو الشرط التاني الشرط التالت تمام يبقى ايه هي الهومولوجينيش سيريس عندها ثلاث شروط عندهم نفس الجنرال فورملا قصدي عندهم نفس الهومولوجينيش سيريس جرادولي في الفيزيكال بروبيرتز اج انا وانت ونفسر الواحد يقول ازاي ازاي بيكون عندهم نفس الجنرال فورملا عشان هما نفس الفامل طب ازاي نفس الكميكال بروبيرتز عشان هما نفس البون طب ازاي جرادولي في الفيزيكال بروبيرتز عشان كل واحد بيزيد عن التاني بواحدة سي اتش تو اهو بيقول لك اللي هي اسمها وعلم عليها عشان ما تنساش اسمها سي اتش تو اسمها وده حصل في الالكين وهيحصل في الالكين والالكين يبقى الهومولوجينيش سيريس هي عبارة عن ايه عبارة ان احنا يكون عندنا حاجتين زي بعض same chemical properties same general formula وحاجة gradual اللي هي physical properties ويجيلك give reason في الgradualي ده يقول لي هما ليه gradualي عشان كل واحد بيزيد عن التاني بواحدة C2 اللي هي الميسايلين group اخر حاجة النهاردة يا جدعي اللي هي حاجة بنقول عليها في الكامستري مش هقولك اسمها ايه بس هقولك ان انا كان عندي حاجة اسمها C2 H6 فانا كنت قاعد فاضي فقمت جاي ساحب منها H تمام فلما سحبت منها H هي كانت بتترسم بالمنظر ده تمام فلما سحبت منها H تحولت وبقت C2 H5 فلما حضرك هتيجي ترسمها هترسمها بالمنظر ده انا خدت ال H اللي هنا فبقى عندي بوند فاضية فلو انا مش عايز ارسم دي بقم جاي حاطت بوند فاضية هنا كده معناها ان في حاجة تشالت مني ما انا فيه H تشالت مني حلو بيقولك الراجل ده تابع عيلة ايه؟ قال لي تابع عيلة اسمها قال كين طيب لو عايزة سميه عادي اتنين C بقى اسمه S فى بقى اسمه يسان تمام؟ بيقولك يا معلم اللي انت عملته ده بيقدي لحاجتين اساسيين حضرك هتعملهم دلوقتي لما بتشيل ال H بتشيل حاجة معه وبتزود حاجة مش فاهم يا مستر؟ قال لي لما بتشيل ال H حضرك بتشيل من الاسم التلات حروف الاخرانيين اللي هما ال A N E وبتزود مكانهم حرفين اللي هما ال Y L فاوتوماتيك لما هاجة شيل ال A N E من هنا فهيبقى اسمها S خلاص شلت A N E وحط Y L فبقى اسمها E S تعال نعمل نفس الحوار مع الالكين لو انا شلت من الالكين ال A N E وحطيت مكانها Y L فبقى اسمها ال كيل بقى اسمها ايه؟ ال كيل ودي هي اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عندنا حاجة جديدة دلوقتي اسمها ال كيل هي ايه ال كيل دي؟ اوصف اللي حصل قدامي الالكيل دي هي عبارة عن حاجة جات من اين؟ من الالكين طب جات من الالكين ازاي؟ ان انا شلت من الالكين H وانا بشيل ال H يا مستر امتجاي شايل معها ال A N E كمل وبعدين امتجاي حطيت وقيل سلام عليكم خلصت هي دي الالكيل راديكي خلصنا الحسن يا راجل استنى بس اقول كلمتين نفهم ايه هو ده يبقى ايه هي الالكايل الالكايل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال K بس شلت منه H فانا بشيل ال H شلت هني وحطيت مكانها Y L المهم ان هي ما اسمهاش الكايل سادة كده هنا عشان بما يرضي الله اسمها الكايل راديكال ليه يا مستر كلمة راديكال دي كلمة راديكال دي لو تفتكر كنا خدناها زمان قوي راديكال اللي هي الاتومي جروبز يعني ايه اتومي جروبز يا مستر الاتومي جروبز زي الاتومي جروبز زي اللي هي الامونيوم الامونيوم اسمها اتومي جروب هي مجموعة من الاتومز وعندها تشارج من فوق كنا بنقول الاتومي جروب دي ما تكونش موجودة الواحدة لازم مثلا تجيب الامونيوم معها مسان كولوريد فهتبقى نفس القصة ليه دي اسمها راديكال عشان الالكايل دي مش هينفع تبقى موجودة لوحدهم وهنا ما ينفعش يكون عندي بوند فاضية كده لازم نملى الفراغ ده نحط اي حاجة رجعلي الاتش بقى حطيلي اي حطيلي سي ال حطيلي بيقى حطيلي اي حاجة بس ما تسيبليش البوند فاضية عشان كده بنقول كلمة راديكال ان دي جزيء حاجة لسه هتكمل هو حاجة هنكملها تمام فبالتالي اللي حصل ده او الحاجة اللي عندي اسمها الالكايل راديكال الالكايل راديكال ليها رمز في الكامستري اللي هي ار بوند فاضية رمزها ايه ار بوند فاضية يعني اللي موجود قدامك ده ممكن انهم جاين عاملينه ار بوند فاضية واحد اتدلع علي وقال لي انا هحط في البوند الفاضية دي اتش قلت له مه انت لو حطيت هنا اتش احنا كنا عملناش حاجة قال لي اه شمت قصة عشان تعمل اللي لدي شلت اتش. فانت رجعت حطيت اتش. يبقى انا كده ما عملتش حاجة. بقى انا كده رجعت الالكين تاني. بالزبط الالكين الاختصار بتاعه. اربوند اتش. يبقى يا مستر تتنعب معي ايوة. يعني ايه. يعني انا دلوقتي لو حابب اتكلم على الالكين. فالالكين هو اربوند اتش. يعني اربوند. اربوند فاضي يا دي. معناها ان انا كنت شيل اتش. رجعت اتش. رجعت الكين. فحسعاد بيجي اعمل ما بين يقول لك انا عندي دلوقتي. ما بين اربوند فاضية و اربوند اتش. مين ده و مين ده? اربوند فاضية ده الالكايا الراديكا. اربوند اتش ده الالكين. يبقى الالكايا الراديكا العبارة عن ايه? هي عبارة دلوقتي عن اتوم الجروب المفروض دي يعني. تمام? ودي اهم كلمة موجودة عندي. يعني ايه? ما ينفعش تكون موجودة الوحدات. مش هي عندها بوند فاضية. لازم تنجيها حاطط لي حاجة في البوند الفاضية دي. يبقى الالكايا الراديكا. مش هينفع تكون موجودة لوحدها. لازم في حاجة تركب في البوند الفاضية دي. جبتها ازاي? ايه ده? الالكايا الراديكا. تعريف بتاع بيقول لك ايه? ازقان الافاتك اتوميك جروب. ليه الافاتك? ما هي جامل الالكين? ولا الالكين الافاتك? يبقى هي الافاتك اتوميك جروب. بص بقى الحتة اللي جاية. لا يمكن تكون موجودة لوحدها. جبتها منين? ازاي? باي ريموفنج السري. اوقع تنسى البوند الفاضية. تمام? فالرجل ده كان اسمه ميس. واحدة سي يعني ميس. حط لي الاني فاسمه ميسان. فالرجل ده انا هشيل الاني وهم جاي حاطة ي someplace. فبقى اسمه ميسايل. فبيقولي البوند الفاضية دي مرة حبيت احط فيه هالوجين. وقال ليكن سي ال. الا السي ال عندك اسمه ايه? سي ال اسمه كولورايت. فد اسمها ميسايل. د اسمها كولورايت. فاللي قدامي بقى اسمه ميسايل كولورايت. واللي قدامك ده بقى اسمه الالكيل راديكل صح? فالالكيل الراديكال ممكن نحط معاه هالوجين. تمام? فما يبقاش اسمه الكايل راديكال. ما خلاص بقى ما بقاش راديكال. راديكال دي يعني لسه هيتحط معاه حاجة. فهو دلوقتي دي الكايل. والسي ال دي هي الهالوجين. ساعد بنقولها الهالوجين. هالوجين او هلايد. فبقى اللي قدامي ده اسمه الكايل هلايد. ايه هو الالكايل هلايد? الالكايل هلايد هو عبرها عن الالكايل راديكال. وحطيت معاه هالوجين. تعريف الالكايل هيلائد. يكون عندي تعريف جديد دلوقتي حاجة اسمها الالكايل هيلائد هي. الارجانيك دي اصعبة جدا. ايه? هي عبارة عن الالكايل وهاليش. طب بقول لك ايه? الهالوجينز رمزهم في الكامستري اكس. والالكايل الراديكال رمزها في الكامستري ار بوند فاضية. يعني كده بقينا ار اكس عندي تلاتة دلوقتي. يعني عندي تلاتة. عندي ار بوند فاضية. عندي ار b者 وعمجاي حطة اتش. عندي ار وعمجاي حاطة اكس اوعة بقى اوعة الكلامة مستور. ار بونت فاضية فالار هي معناها الكايل. وطالما البونت فاضية فمعناك كده ان دي اسمها راديكال. يعني 이�ее راديكال هتحط حاجة. طب لو حطيت مكان البونت الفاضية اتش. يبقى انا رجعت تاني وبقت الكاين. رجعت تاني وبقت ايه? الكين. طب اقول لي كده مستور ار معناها الكايل. والاس ماشو معناها هلايد. فمعناك ان ده اسمه الكايل هلايد. يابقى انا عندي تلات حاجات دلوقتي ويساعة تيجيب منهم فيه سنة بالسنين مش فاكر والله الفين وتوانداشر ساعتاشر كان جاء كده ما بين كان جاء كمبير على الكلام ده فده فده يبقى اسمه تب اللي فات لو حطيت مسلا بي ار هيبقى اسمه تعال بقى نشوف القصة دي دي ما دي دي الكلمة دي غلط كده دي هنا المفروض الкие وهينا دي المفروض かيل هالايت فلما يجي قولك الالكين الجنران فورملة بتاعتها سيomme هتش توان بلاس تو فالالكايل هالايت انت مش شيلت ايتش يبقى مش بلاس تو بقى بلاس وان يبقى الاتشات هيقل له واحدة فعشان كده الجنرال فورملة بتاعت الالكين سيء انتش توان بلاس تو انما الجنرال فورملة بتاعت الالكيل سي ان اتش تو ان بلاس ون هي واحدة تمام? انا كنت قلتلك على حتة سري ان بلاس ون دي دي اللي انت بتعرف عدد بيها السيجما بونز في حالة الايه? في حالة الالكين تمام? لما نيجي انا وانت انا كان عندي ميسان شيلت اتش كان سي اتش فور بقى سي اتش سري فهي بقى ميساي كان عندي ايسان شيلت اتش فهاي بقى سي تو اتش فايف بوند فاضية واسمه ايساي كان عندي بروبان سي سري اتش اتش فهيبقى سي هنا دي هتبقى سي سري اتش سيفن ودي سي تو اتش فايف بوند فاضي والراجل ده هيبقى سي فور اتش نايم بوند فاضية والراجل ده هيبقى سي فايف اتش اليفن بوند فاضية دول مكتوبين غلط تمام? الراجل ده هيبقى اسمه ايسايل الراجل ده بروبايل بيوتايل بنتايل جميل تعال انشوف بقى لو انا ما كان البند الفاضية دي وامتجاي مديك شوية هالوجين تمام زي ما احنا هنقول ان ده تعريف الالكايل هلايد اللي هو هو عبر عنيه الالكايل راديكال مع الهالوجين انا حط الالكايل راديكال مع مين مع الهالوجين زي ميسايل كولورايد او ايسايل برومايد او بروبايل ايضايد تعال انشوف كده الكمبير ده كان عندي ميسان خلي بالك الالكين الالكايل راديكال اربوند فاضية الالكايل هلايد اربوند ايكس ميسان شيلت اتش فهاشيل اللي اني وحطو ايه بقى ميسايل حطيت سيل بقى ميسايل كولورايد ايسان شيلت اتش ايسايل حطيت سيل او حطيت بي ار ايسايل برومايد كان عندي بروبان شيلت اتش بقى بروبيل حطيت اي بقى بروبيل ايودايد وبكده نكون خلصنا اللسن الاولاني في الارجانيك يمكن الفيديو كانت ويل شوية واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا وحضرتك عندك الحاجات اللي انا كلمتك فيها في الاول عشان اكيد نسيتها ازاي تتابع والقصة دي عشان تعمل اكاونت على الويب سايت هتلاقي تحت في الارقام اللي تتواصل معها عشان تعرف تعمل ايه انت في سنة عامة فوالله لازم تتواصل معا ولوما جمعنا تالت سنة وي وانا هعمل اكاونت على الويب سايت اعمل ايه عشان تعرف تدخل على الكوز بتاعك وتذاكر وقصة دي كلها استنوا بقى كده شباب فيديو الهومورك ان شاء الله شوفكم على خير باي باي